اشتركوا في القناة وهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا عفيا يا رب العالمين بداية احب شكر جمعية اشراق على تبنيها هذا البرنامج وهو احد برامجها الدائمة برنامج تقارب ولكن نحن جينا كده عرضنا نفسا عليهم بشكل كنا نتمنى انهم يقبلونا فاستقبلونا الحقيقة بشكل رحب وسمحوا لهذا البرنامج ان يكون واقع فشكرا لهم شكرا لجهودهم الواضحة والمبذولة على جميع الانصعيدة في خدمة الطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وذويه ومن حولهم الحاجة الثانية اني اشكركم انتم الحقيقة على حضوركم اليوم حضوركم اليوم بالنسبة لي هو التتويج تتويج لعمل دام اكتر من سنتين يعني احنا لانا سنتين بنشتغل عشان نوصل لهذه اللحظة اللي انتو توشتوها بحضوركم الحقيقة فاشكركم من كل قلبي وكلمة شكرا للا توفيكم حقا يعني احنا في ويكند يوم سبت في الصباح ابنائنا في البيوت هذه اللحظات ممكن نعيشها مع ابنائنا بنفطور ونلعب وما الى ذلك لكنكم اثرت منكم تجوا عشان ابنائكم الا انتو تركتوهم الان في البيوت فالله يضيع تعبكم وان شاء الله تطلع من هنا بفائدة تصل للمستوى يعني تصل لدرجة الرضا الا انتو جيتوا عشانها قبل ما ادخل في تفاصيل كبيرة ابا اوجه لكم سؤال اني ممكن نسمع من بعض منكم وبعدين ندخل في العرض حقنا السؤال انتو ليه جيتوا اليوم ايش هدفكم من الجيه اليوم ويش تتوقع من جيتكم اليوم وبايش حابين ترجعوا طيب احنا هنقدم مادة معينة هنناقش هنتكلم بس هل هذه المادة ترتقي الى الشي اللي انتو جيته عشانه ام لا لابن اسمع اجابتكم بعد شوية برنامج تقارب هو برنامج يدعم الوالدين بالذات مخصص لتدريب الوالدين الا عندهم اطفال اما مصابين بي فرط الحركة والتشتت انتباه بالطراب فرط الحركة والتشتت انتباه ومشخصين او حتى لو عندهم تحديات سلوكية عامة طبعا بما ان جمعية اشراق هي مسؤولة او تهتم بطراب فرط الحركة والتشتت انتباه فاتوقع عن ان معظمكم هنا ابنائهم او عندهم احد او قريب مشخص بهذا الاطراب ولكن ما يمنع ان المهارات اللي راح نتعلمها هنا في هذا البرنامج تنفع لذوي طراب فرط الحركة والتشتت انتباه وغيرهم طبعا انا ما راح اقول هذا ينفع معداء وهذا ما ينفع معداء انا راح اتكلم على انه طفلي طفل طبيعي جدا بغض النظر عن الاطراب كيف نتعلم التعامل في حالة وجودة للطراب هذا ينعكس على تشارككم معنا نحن نعرض المعلومة في الوضع الطبيعي انتو تقولوا من خبرتكم مثلا لا انا جربت هذه ما نفعت معي وبعدين نبدأ ناخد نعطيف نقاش وبكده نطلع بفايدة اكبر طيب هذا البرنامج راح يستمر لمدة خمسة سابيع متواصلة كل سبت من الساعة عشر صباها للساعة طنعاش او اتناش ونوص ما ادري لكن رسميا من عشر الى اتناش لمدة خمسة سابيع متواصلة من اليوم الى ما قبل اجازة يوم التأسيس وبعدين نتوقف مع اجازة يوم التأسيس والاختبارات والاجازة بين الفصلين وما بعدها وبعدين نحدد لنا يوم واحد نيجي مرة تانية كلنا بالتواصل معكم وان شاء الله اليوم هذا يكون قبل رمضان عشان ناخد منكم انطباعاتكم معنا اللي تعلمتوه وناخد منكم انطباع عن تطبيقكم للمعلومات اللي تعلمتوها خلال الخمسة سابيع هذه وكيف صارت ردة فعل ابناءكم وهل فعلا استفدتو غير شي الكلام اللي قلناه كان مفيد ولا ماله داعي وشوية اوراك كده تقييمات تعبوها وبكده يكون كيمل البرنامج يعني من الالف الى اليوم طيب هذا البرنامج صار بالتعاون مع مستشفى ملك عبدالله في جامعة مستشفى ملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الاميرة نورة بالتعاون مع جمعية اشراق مركز نمو الطفل او مركز التمييز الصحة الطفل في المستشفى في العديد من الكوادر تم اختيار اختياري انا واختيار الدكتورة سمية الادماوي استشاري نمو سلوك الطفل والاستاذة اسراء القريني هي للأسف مي متواجدة معانا لكنها يعني اضافة مهمة الحقيقة ان شاء الله راح تكون في خلال البرنامج وهي خصائية تدخل مبكر وطفولة مبكرة طيب الآن ارجع لكم بالسؤال اللي سألتكم هو ايش تتوقعوا ايش سبب جايتكم اليوم واش تتوقعوا انكم ترجعوا بالذات اليوم من من هذا البرنامج او بشكل عام اللي حاب يتكلم تفضل تفضل اه اول شي السلام عليكم سبب احساني والخير جميعنا انا بالنسبة لي عندي طفل عنده شلوك اللي هو تشتت انتباه وفرط حركة خفيف وجاي حاول يعني استفيد طرق اني اقدر اعالج السلوك هذا او اني انهيه من عنده ان شاء الله هذا اللي متوقع يعني جاي عشان ومتوقع ان شاء الله اوكي صباً يا صباً الله يعطيك العافية انا زي ما حكيت انت قبل شوية في سلوكيات حاولت في طرق معينة الطرق التقليدية اني اعالجها لكن يعني نفذت مني وما يعني ما نجحت فبدي يعني طرق اخرى حتى قدرت عامل مع طفلي برضو عنده فرط حركة اوكي شكراً لك شكراً لك في احد تاني شوف يفضل استاذك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم انا عندي وولدي عنده فرط حركة وتشتت وعنده اندفاعية قضيت فترة جلسات مع اخ الصائي ووقفنا هذه الجلسات تقريبا من شهر ونص الان انا هنا جاي ابي اعرف كيف اتعامل معاه بحيث انه ما يرجع وراء واخسر الجلسات اللي انا قضيتها ممتاز ممتاز اه طيب ناخد برضو هنا بداخله ما عليش اللي حنان حراسة اه 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 تحية طيبة لكم جميعا اه 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 اعرف بالضبط يعني ايش المعايير الدقيقة اللي احدد فيها انه هذا الابن ولا هذي البنت فيهم فرط حركة يعني احيان هل مثلا تغيب في ايام وتظهر في ايام اخرى اه او انها تكون على الاتم معين يوميا فحاب اعرف بدقة عشان اعرف كيف يكون تشخيص صحيح اه اوكي طيب اه السلام عليكم صباح الخير جميعا اه اه انا عندي طفلتين اه 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 اتمنى اني اتعلمه اليوم اني كيف اه 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 افهم بنتي اه طفل الصغيرة انه الاضطراب وتفهم نفسها اكثر كيف ابسط المعلومة وازيدها وعي بنفسها وكيف انه تفهم انه الان هذا بسبب انه الاضطراب مشاعرك هنا بسبب ال ايدي اتش دي اه 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 انا فهمتها وتعلمتها استراتيجيات لكن ابغاها هي تفهم هذا الشيء اوكي طيب اه شكرا لمداخلاتكم انا اتمنى ان طبعا الاسئلة متفاوتة لكن اتمنى انه بنهاية البرنامج يكون اجبنا على كل الاسئلة طيب احنا نحوم حول الحماة بعض الاسئلة بشكل مباشر يجيب عليها البرنامج والبعض بشكل غير مباشر طيب باستثناء سؤال التشخيص انت تكلمت عن التشخيص تعرف هل العراض تكون مستمرة او لا وكيف انا اعرف اتشكل بشكل دقيق وما الى ذلك اختصر لك الامر انك ربما تحتاج الى مراجعة مختص عشان يقول لك بشكل دقيق طيب ولكن انت هنا اليوم مو عشان تشخص ابنك مو الهدف تشخيصا الابن خلينا نقول انسى انه طفلي عنده الطراب فرط حركة وتشتت اندباه انسى انه طفلي عنده الطراب طيف توحد انسى انه طفلي عنده الطراب مسلك او الاسمائل اللي امتحنونا بيها المتخصصين هادول انسوا هذا كله انت الان اب وانت ام جايين نتعلم مهارات عشان نتعامل مع ابنائنا بشكل جيد اذا تعاملت مع ابني بشكل جيد وانا امتلكت هذه المهارة راح اعلم ابني وابني راح يتعامل مع التاني والتالت والرابع حننشر ثقافة في البيت بشكل مختلف جدا عشان كده احنا اطلقنا عليها التربية الذهبية الناجحة الذهبية ليش؟ لانها لازم تكون في الوقت المناسب في المكان المناسب بالشكل المناسب اذا استمرت بهذه الشروض الثلاثة راح تنتج نجاح كبير للأسرة راح تنتج نجاح كبير للأسرة بغض النظر عن ما فيها من اطفال سواء بالعدد او ما فيها من الاطفال بالجودة طبعا الاطفال يتفاوتون في جودة سماعهم للكلام استجابتهم للأوامر ما الى ذلك وهذه تاخد طبعا طبعا هذا كلام كله هو المقدمة يعني نحن لو استطعنا اننا نمتلك المهارات كآباء وامهات راح ننشع عائلة سعيدة طيب بغض النظر عن اي تشخيص لذلك انا راح اتكلم في الغالب بصيغة الطفل الطبيعي اسئلتكم هي اللي تعكس التحديات وبعدين نتجاوب معها ونسمع اراء الاخرين لذا احد فيكم عنده تجربة مشابهة لتجربة سؤال معي طيب نحن اليوم هنتكلم عن قواعد عامة قواعد عامة في التربية يعني لازم كل مربي يكون في باله او اي اب او ام عندهم اطفال لازم يكون في بالهم هذه القواعد القاعدة الاولى تحفيز الابو والمسؤولة والحنونة يعني عشان ربي ولدي لازم اكون عندي مسئولية افهم ان هذه مسئولية انا لازم ان اقوم بيها بشكل اما على اكمل وجه او على اكبر قدر ممكن من اكمل وجه لانه الكمال مستحيل يعني عند الجميع فلذلك انا لما اتعامل مع ابني اتعامل معاه باحترافية احترافية او احاول اتعامل معاه باحترافية عالية لا يعني اني اكون شديد طوال الوقت ولا يعني اني اكون راخي طوال الوقت لازم اكون عندي مقياس حسب الموقف حسب المكان حسب ما يقتضيه الوضع لانه انا كاب انا برضو انسان معظمنا او جميع من الابا والامهات الابا بلا شك لابد يكونوا موظفين لكن الامهات الان كثير من الامهات موظفات فبتطلع من البيت تسيب ابنها في البيت اما الوحده او مع التلفزيون او مع شغاله والشغاله ممكن تسيبه مع التلفزيون بعدين تيجي وهي متعبة طيب الاب الابن لما يجي هو ما يفهم هذا الكلام فيجي يبغى حقه بشكل مباشر انت متعبة كيف تقدمي له تعصبي عليه تضربيه الاب جاي تعبان اسكت خلي ابوك ارتاح الكلام هذا اللي قاعد يصير في بيوتنا ونحن عارفينه كله فنحن لازم نعرف نوازن لازم نعرف ان المسألة تحتاج الى حنان في وقت ما وتحتاج الى حزم في وقت ما تحتاج الى لعب في وقت ما تحتاج الى راحة وفري تايم يعني بس نسيبهم كده يسوى على كيفهم في وقت ما فهذه مهمة من اهم قواعد التربية العامة قاعدة جذب الانتباه القاعدة التانية جذب الانتباه اي طفل اي طفل وانا اتكلم من سنتين وفوق الى اطناعشر سنة اي عمل يسوي اي طفل الهدف الرئيسي من هذا العمل هو جذب الانتباه وجذب انتباه الوالدين بالذات حطوا في بالكم هذا دائما هذا من اهم القواعد جذب الانتباه اي طفل يسوي اي عمل يبقى من وراء هذا العمل ان يجذب انتباه والدين طيب الطفل قاعد يسوي الشاحل وكويسة يساعد امه يساعد ابوه ويرتب المكان وينظف وامه وابوه ما هم جايبين طاري ما هم حوله ولا بيعني ولا حتى كلمة شكرا مثلا ما بيقول ولا بيشجعوه وفجأة يوم من الايام ضرب اخوه الصغير امه وابوه التفتوله ليش تسوي كده اوه هو هذا الشيء اللي بيخليكم تلتفتولي اذا انا راح اوريكم بالان كل مرة اضرب اخوه الصغير ليش؟ مو عشان بيضرب اخوه الصغير او عشان هو عدواني عشان بيجذب انتباهكم سوينا الشيء الكويس ما نفع راح نسوي الشيء مو كويس عشان نحصل على انتباه اللي نبغاه الاطفال من عمر سنتين واحيانا اقل من ذلك كل ما بيسوي شيء يدور امه فين عشان يوريه انه قاعد يسوي فما بالكم بابو عشرة فما بالكم بابو سبعة فما بالكم بابو اطناعش فاذا انا كاب وكام ما انتبهت للاشياء الكويسة اللي سويها ولدي وعطيت انتباه لها وشكرت ومدحت عليها وشجعت اني سويها راح يسوي اشياء ما هي كويسة طيب فلابد انتبه للاشياء الكويسة وكل ما مدحت في عمل ما راح يزيد automatic شال قشة من الارض اوه شكرا انك شلته ساعات ماما في تنظيف المكان يعني يروح يجيب مكنسة وكمس الصالة كلها وبرضو لازم ياخد كلمة شكرا وفي كل مرة ياخد كلمة شكرا على اي عمل كويس يسويه مع الوقت سنلاحظ انه العمال الكويسة زادت والعمال السيئة ما عد لها مكان لانه العمال الكويسة زاحمتها خلاص فبالتالي راح تقل وربما تختفي قاعدة جذبة الانتباه من اهم القواعد في التعامل مع الابناء الابناء يتطلعون او ينتقصون الى توقعات الابناء بمعنى اذا انت في كل مرة تعطي ابنك اشارات ايجابية انك انت كويس انك انت بطل انك انت شاطر انك انت تقدر تشجعه راح هو يمشي على حسب توقعاتك هذه حتى انت ما انت موجود ماما قالت او بابا قال انه لازم نسوي الشيئ فلاني وهو مو موجود فلما انت يجي هو يمشي على توقعاتك فهتشوف الشيء اللي هو اللي انت كنت تبغى يصير عليه طبعا لانك انت قاعد تعطي هذا الامر طب لو كان العكس انت ما تفهم انت فيك انت اخطيك انت كذا انت كذا الاشارات هذه السلبية الناقضة بشكل سلبي خلاص الطفل يقول اصلا انا مهما سويت ما يفرج معا حتى لو ما قالها باللسان بس راح يقولها بالافعال راح تلاقي مخبص الدنيا ويضرب اخوانه وما الى ذلك وتنشو هذه التحديات السلوكية اللي احنا جاينا اليوم عشان نحاربها طيب التربية الغير عنيفة مهمة جدا انا مو على اي شيء يستخدم العنف لانه العنف يولد يولد عنف العنف اذا كل شيء باح راح استخدم العنف والزعيق والصراح وما الى ذلك فاكيد الطفل راح ياخد نفسا نفس المجال وخصوصا لما يكون الاول في الاسرة وتحت واثنين ثلاثة الشيء اللي انت تمارس عليه راح يمارس عليهم فنحنا لابد اننا نوازن هذا الامر ليش حددنا الغير عنيفة لانه نحنا كموظفين نيجي مجهدين ومثقلين بتاعب العمل وبعد انت يجي بيت ارتاح وهذا ابنك يجي يدخل لك في الراحة دي هو ما يدري انت يش كنت يسوي اصلا ما يهمه انا يهمني ان ابويا كان غايب عني تمانية ساعات اربع ساعات اللي يكون الان جاء الان لازم انا اخد حقي منه هو ما يفهم انت زعلان انت مضايق انت مضغوط ما يفهم هذا ولا يعذرك في هذا فاول ردة فعل تجي ايش كاوتوماتيك يعني هتكون الغضب خلينا ارتاح سيبني انت ما انت شايفني انا دو بجاي من الدوام ما انت شايفتني انا دو طب هنا الردة العنيفة هادي واذا تطورت كمان فيما بعده مع بعض الاباء لضربه ولا غيره راح تولد عم في الاسرة فبالتالي احنا قتلنا ثقافة الحنية في البيت طيب الرابعة او الخامسة تقبل الابناء كما هموا على طباعهم المختلفة كثير مننا اللي عنده اكثر من ابني هذا الابن حنون هذا الابن ما هو حنون هذا عنيف هذا في له شدة هذا طيب هذا ذكي هذا اقل ذكان هذا يفهمه هي الطائرة هذا مخترع وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا الغلط اللي نقع فيه كاباء شوف اخوك كيف شوف اختك كيف شوفي بنت عمك كيف شوفي ليه انت يعني عشان تقبلني لازم اصير زي بنت عمي ولا اصير زي اخويا طيب انا اسمي حبيب وهو اسمه احمد اصلا في فروقات بيننا انا عمري سنة هو عمره صفر دوبت ولد او انا عمري عشرة وهو ثمانية او تسعة مستحيل يكونوا الاثنين مع بعض اللي اذا كانوا توام حتى التوام طيب انا خرجت قبله بدقيقة ما في ترابط الله خلقنا كده كلنا مختلفين فكوني انا الزم ابني انه يصير زي احد تاني انا قاعد احمله ما لا يطيق طيب فلذلك لابد اتقبل ابني كما هو وعلى طبعه خلاص هذا الله اعطاه زكاء انا اتعامل معاه بزكاءه هذا الله اعطاه فهم اتعامل معاه بفهمه هذا الله حرمه هذه الاشياء خلاص انا انزل لمستوى انا كاب مسؤول اني انا انزل لمستوى عشان اقدر اتعامل معاه بشكل جيد لكن اني انا لومه او اني اقول له ليه انت منت زي فلان ومنت زي فلان هذا يعني اني انا مانم اتقبلك الين ما تصير زي هذا طب اذا ما صرت معناها ما رح تتقبلني طب انا لازم ابدي المجهود يدائما ان يصير زي فلان ومهما بدل من مجهود راح يفشل لانه ما يمتلك المهارة اصلا هو ربنا خلقه كده هذا ابيض وهذا اسود تبا يصير ابيض عشان تحبه زي ما تحب التاني الابيض مستحيل ومكلف الايام فوق طباعها كمستوقد في الماء جذوة ناري مائي مستحيل تولى نار في وسط ماء واضحة طيب استعمل السلطة الابوية بمسؤولية الافراط في استخدام السلطة الابوية وانا السلطة الابوية خلينا امثل لكم مثال وهذا المثال يمكن اللي منكم جاء معايا ذكرته للبعض لنفرض انه انت مسافر في طيارة طيب وفجأة خرج الكابتن من المقصورة ويقول والله جاتني اشارة من البرجة المراقبة من الارضية انه والله في طيارة جاية امامي واني لازم اغير الموقع حق ايش رايك انزل ولا اطلع الف يمين ولا يسار هتجاوبوه انت اصلا ما تناقشني في هذا الموضوع سوي اللي واجب عليك انك تسويه انت المسؤول عن هذا تطلع من مكانك عشان تسألني انا لاني كابتن ولاني مؤهل اني اكون كابتن وحتى لو كنت كابتن انا الان راكب ما تطلب مني هذا الامر سوي الانقلح على مكانك وسوي الشيء اللي المفروض انك تسويه انت متدرب انت المسؤول طيب ناخد المثال هذا نحطه في العيلة تخيل اب او ام يعطوا ابناءهم سلطة انه يكون انت رجال البيت انت تفعل انت تترك بايحق كيف كيف حيقدر يدير بيت بما في ذلك بعض الاباء حتى يعطي الابن سلطة على امه ليش هذا الهرم الهرم الاسرة لابد يكون متربع على رأس الهرم الام والاب متى ما يعني خرجوا من مكانهم وطلع هذا اللي من تحت فوق سواء ابن او بنت اخترى بشكل الهرم ولن تستقيم الاسرة بعد اليوم لن تستقيم الا ان يعود كل واحد في مكانه اذا ما عاد كل واحد في مكانه الاسرة هذي هتكون يعني فوضى فوضى بمعنى زي كابتن اللي خرج وانت الان الكابتن هذا معرض انه يعني يعرض حياة 500 راكب في الطيارة للخطر بسبب تصرف سيء ما استخدم السلطة بمسؤولية وفي الحياة الاسرية ما في ديمقراطية الديمقراطية دي اللي نسمع بها في كل مكان ما تمشي في الاسرة لابد ان يصير في الاسرة ديكتاتورية لكن ديكتاتورية بمسؤولية بمعنى ان القرار الاساس من اللي ياخده؟ الوالدين طيب اذا جاء الوالد وقال اوكي انت تفضل يا ابني فلان انت رجال البيت يا الله خوض القرار هل حياخذ بمعنى يعني هل حيكون عنده قدرة انه يقيس الامور من جميع الجهات ويحكم وياخذ القرار المناسب؟ لا طيب فين بروح نتمشى اليوم؟ هذا قالني بروح مكدونالدز وهذا قالني بروح حرفي وهذا قالني بروح كودو طيب انت كأب اية واحد تاخد فيهم؟ الأقرب الأقرب اذا كان قرارك للأقرب فمن بدل تقول نحن هل روح لكودو مثلا ما تقول لهم فين تقول الروح؟ خلاص هم لازم يمشوا وراك او ايه يمشوا وراك فتتخذ القرار بدكتاتورية طبعا ما هي الدكتاتورية اللي هي حق السياسيين دكتاتورية عسرية بمعنى ان القرار لابد يؤخذ من الوالدين ما يؤخذ من غيرهم طيب التدريب يوصل للكمال كل المهارات اللي هنتكلم عليها خلال الأسابيع القادمة واليوم هي مهارات ربما البعض عنده والبعض ما عنده طب انا كيف اسوي؟ لازم ادرب نفسي وحتى اعرف ان ابني لما يفشل في سلوك معين او يفشل للوصول لهدف معين معناها انه لا يمتلك المهارة لأداء هذه المهمة لا يمتلك المهارة وبالتالي المفروض ان ايش سوي؟ كم مرة؟ مرة؟ مرتين؟ مرتين؟ ثلاثة؟ عشرة؟ عشرين؟ عشرين؟ عشرين تقول اش رأيكم؟ مليون مليون صح كلامك اصلا ما تنتهي على العملية التدريب هذه لا تنتهي طالما انت اسمك اب وانت اسمك ام ابناءكم الين ما واحد فيكم الله ياخد امانكم ما تنتهي العملية التربوية ما تنتهي التدريب دائما يوصل للكمال لكن الكمال ما يوصل اصلا فبالتالي هي عملية مستمرة فما اي اسم من ابني يعني السرك لما يمسكوا الدولفين من وسط الماء يطلعوا يسولوا كده ينط ويكفز ويضرب الكورة كيف وصل لهذا؟ تدريب كم قاعدين يدربوه؟ عشان انت تدخل تدفع الف ريال في نص ساعة عشان تشوف الدولفين يطلع ويقلب ويضرب كورة الف ريال مثلا طب هم كم قاعدين يدربوه؟ سنة سنة سنوات سنوات نعم سنوات عشان كده النص الساعة ب الف ويجي خمسين واحد خمسمائة الف مجهود كبير من العمل ابناء انا ما هم دلافين ابناء انا بشر عندهم عقول يشوفوا يسمعوا يعويت فنحن نحتاج اننا نتدرب معاهم على طول طول الوقت طيب كل الاطفال لديهم مشاكل سلوكية وهذا واقع وصحيح في احد يقول غير كده؟ في طفل عمركم شفت طفل ما عنده مشاكل سلوكية؟ ولد الجيران مرة كويس مؤدب ما عنده مشاكل سلوكية؟ اسأل ابوه طيب مستحيل مستحيل انه في طفل ما عنده مشاكل سلوكية الان بغض النظر على التشخيص انا ما اتكلم عن تشخيص ايان كان طفل عادي كده في طفل عمرك مشوفته طفل ما عنده مشاكل سلوكية؟ اذا لازم احنا نعتبر هذا من ضمن الطبيعة اللي الله خلق الاطفال عليها طيب الا اني اعدل سلوك ابني ولا مو اعدل سلوك التعديل مطلوب اذا كان السلوك سلبي لكن اللي اقصده انه اني اجبر ابني يكون بالشكل الفلاني او بالشكل الفلاني ما يستقي او اني ابغى ابن كده طالع كده اذا كنا نتولد جاهزين كان ما هتتعب علينا خلاص خلي الناس تمشي وانتهى الامر وكل الابا يرتكبون اخطاء وراءكم زي ما الطفل عنده مشاكل سلوكية انتكاب كمان ترتكب اخطاء وانتي كوم ترتكبين اخطاء فلا يبد ناعي هذا وعينا لهذه الامور يخفف كثير من حدة التوتر بيننا وبين ابننا انا صح ولا لا لما اخطاء اعتذر مو عيب اعلم ابني انه هو لما اخطى يعتذر وكل انا نعتذر من بعض فقافة الاعتذار تصير منتشرة في البيت ما اجمل هذا البيت ما في بيت بدون اخطاء ما في بيت بدون مشاكل لكن لما تصير المشكلة انعدلها و هذا الاهم اني انا تعلم كيف اعدل المشكلة وإلا المشكلة حاصلة حاصلة انت قاعد قاعد كده في اماني لا تشوف المشكلة جاء وتجي عندك طب ليش انا مو لأنك أنت سيئ بس هي الحياة كده حتى يبنك نفس الشي إذن تفهم هذا الأمر تبدأ تنظر للأمر بطريقة مختلفة استمتع بالعملية التربوية طيب بصراحة أول شيء من ناحية المهارات اللي المفروض إنا نتكلم فيها هناك أكثر من عشرين مهارة ونحن احترنا بصراحة يعني أنا أول ما تكلمت مع الجمعية قلت لهم أبغى برنامج 12 أسبوع كنت متحمس مرة قالوا لا ما مستحيل ما حد يجي كذا إلى خيره فنحن عندنا أكثر من عشرين مهارة وودنا أن نتعلمها كلنا مع بعض ولكن الوقت مو دائما نسعفنا فاخترنا من العشرين خمسة أو ستة راح نضغطها كده ضغطه ونتعلمها مع بعض وبعدين نشوف هل أنتم متحمسين معنا ممكن نتعلم شي تاني أو أننا نجيب غيركم ونعلمهم نفس اللي أعطيناكم هو كيف نتعلم الخمسة؟ طيب إن شاء الله نتعلمها ومو شرطينا أن يتعلم من أول يوم أو من أول مرة ممكن مرة على مرة على مرة والتدريب يوصل للكمان فنحنا يعني حنتكلم على اللعب مع الأطفال ليش اللعب مع الأطفال؟ لأنه ما في طفل ما يلعب الطفل شغله اللعب شغله اللعب فنحنا لما نستغل شغله ده ونطلع منه وشياء ونتعلم نحنا كآباء منه وشياء فنحن نركز اليوم عن اللعب مع الأطفال وكيف ألعب مع طفلي هنتكلم هل اللعب مع الطفل مضي على الوقت؟ كيف أنفذ تعليمات طفلي؟ وليش؟ وكيف أخلي خطوات سرعة اللعب مناسبة؟ وكيف أنتبه للإشارات اللي يرسلها طفلي؟ واتجنب الصراع على الأفضلية من اللي راح يفوز؟ لأنه الشغلة ما هي فوز وخسارة وكيف أمدحه وشجعه وأفهم المشاعر لأنه اللعب في له مشاعر صح؟ مليان مشاعر مليان مشاعر كيف نفهمها؟ وكيف أستمع بكل تقدير وامتنان لطفلي أو تعليماته أو حتى توجيهاته لأنه الآن نحن في وقت لعب مو في وقت عام استخدام جمل تعبيرية للتعليق؟ حنعرف عنها أكثر اللعب ممكن نستخدمه لتحفيز عملية أكاديمية وتعليم معلومات وتدريب عاطفي دعم مشاعر وعواطفي طيب؟ واللعب الجماعي الإيجابي نعلم طفلنا في التعاون كيف؟ وأرعي اهتمامك وانتبه عندما يخرج اللعب عن مساري لما يكون اللعب صار مشكلة كيف نسوي؟ فحنبدأ اليوم مع أهمية اللعب مع الطفل أو كيف طيب قبل ما نبدأ في المحورة الأول أي سؤال؟ في اللي سمعنا؟ تفضل هو مو سؤال أو هي مداخل أو خيار ماذا لو أشركنا الأطفال؟ في صناعة قرار لحيث أنه أينها عمل قرار في النهاية؟ قد يكون الوالدين ولكن نقدر نستيرهم بالطريقة غير مباشرة بيعطاهم خيارين ونحن عارفين أنه هذه الخيارين مناسبة لنا وبكده ميشاركوا في صناعة قرار نحن الأساس في وضعه أوكي فكرة جيدة نعم أنا أتفق معك خاصة مع اللي يعند واللي ما يبغى لا هذا ولا هذا فنمشي على كيفه بس بكيف أنا صحيح ومدري إذا كانت فكرة واضحة بالنسبة لك ثلاث خيارات المطعم وكلها مناسبتني لأنها بسبب قربها أو سعرها أو المعايير اللي تناسبني فأعرض عليهم ثلاثة خيارات ويختارون واحد منها وكلها مناسبة لي أوكي أوكي هذا كأحد من الحلول نعم نستطيع أنه طبعا أنا ما كنت بتكلم عن هذه الفكرة أنا كنت بتكلم عن فكرة أن الأبناء هم اللي يحددوا بشكل أو يقرروا في فرق بين إشراكهم في القرار أو تركهم يقررون صح أنا كنت بتكلم عن تركهم يقررون لكن هذا ما يمنع أنك تشركهم في القرار أوكي وهذه فكرتك جيدة شكرا لمداخلتك في نقرد صبحتا قمشين من قضية أن التدريب ليوصل للكمال يعني لو خلينا مثلا دائم نظرة تكاملية أو نظرة مثالية أننا لابد أن تغير مئة بالمئة أحيانا تعجز الواحد أو يصب نوع من أنواع الفتور واليأس لكن المثل لو تقبل مثلا تحسن خمسة في المئة ستة في المئة يعني هذا أدعى من لا يتقبل شيء أبدا صحيح صحيح وأنا قلت أنه الكمال أصلا صعب الوصول فالمسألة مستمرة وبما أنها مستمرة أنت راح تتقبل حتى لو التحسن واحد في المئة لأنك عارف أنك أنت راح تستمر وحتحصل على التحسن في المستقبل صحيح؟ ليس بالضرورة أنك تصل للكمال لا يوجد أحد بشكل عام يوصل للكمال الكامل وجه الله عز وجل طيب شكرا لمداخلاتكم اللعب مع الطفل ليس مضي على الوقت لأنه كثير من الأباء لما يكون تعبان ويجي البيت وابنه يجي يلعب معه يقول أنا ما رو ألعب أنت أخوانك هناك فكني مو مقتنع أصلا بفكرة أنه أنا لا أقدر ألعب مع ولدي هذا طفل يعني شي سوي له خليه يروح يلعب مع الأولاد فكنه هذا الفكرة العام أنت لو أنت لعب مع طفلك أنت وقتك ما بيضيع أنت قاعد تغرس في ابنك كثير من القيم والمهارات والآداب والشيء اللي يقدر يتعلمها منك إذن أنت قبل ما تعلم طفلك لازم تراجع نفسك لأنه ممكن تعلموا شيء شيء مو كويس صح؟ هل الأباء يعلموا أبنائهما الشامية كويسة؟ نعم واقع صح أو لا؟ إذن لما تعرف أنك أنت راح تعلم ابنك شيء وهذا الشيء راح يتعله منك فأنت تحرص أنك أنت تجيب شيء كويس عشان تعلم ابنك شيء كويس صح أو لا؟ بس ما نقدر صحيح في الأخير نحن بشر وهذا لا يعني أننا ما ننتبه لهذا الأمر كونك أنت الكبير، أنت المسؤول، أنت الأب، أنت هرم، أنت قمة الهرم هذا يلزمك بمسؤولية أنك تكون منتبه أكثر من أطفالك بس لا يعني أنك لازم تكون مئة في المئة طول الوقت هذا مجهد عليك أصلا وعشان كده نحن جايين عشان نتعلم كيف هذه المهارات نطوعها بشكل جيد صح؟ لازم نعرف كيف نتطوعها بشكل جيد لأنه أنا ما قدر أكون مثالي طول الوقت مستحيل أنا جاي البيت أصلاً عشان أرتاح من المثالية اللي أنا قاعد نسويها برا البيت فإيجي يبني كمان بدي أصير مثالي قدامه هذا الأمر غير واقع ولكن هناك أشياء أخرى راح نتعلمها الآن طيب، أنت استعجلت شوي، جايين إن شاء الله طيب، اللعب مع الطفل يمنح الطفل الفرصة لمعرفة نفسه ومعرفة إمكانياته وكيف يتعامل مع البيئة من حوله يعني إذا لما تلعب مع طفلك هو يعرف نفسه أول شيء في طريقة اللعب معاه معناها أنا بابا جاي يلعب معايا واو، بابا طبعاً كبير فلما بابا الكبير يجي يلعب معايا معناها إنه يحبني معناها إنه يقدرني معناها إنه معتز فخور فيها هو يشعر بها في الداخل حتى لو ما نطقها ككلام كلنا نلعب مع أطفالنا في عمر سنة و سنتين، صح؟ ونضغضغهم ونشيلهم ونحطهم أول ما يبدوا يكبروا شوية يصيروا أربعة أو خمس سنوات خلاص، نتركهم طيب إيش اللي خلانا نلعب معاهم في هذا السن ونتركهم في هذا السن؟ مع إنه اللعب هو اللعب طيب، فنحن لازم ننتبه لهذا الأمر إنه اللعب مع الطفل يعلموا أشياء كتير، يعلموا معرفة نفسه يعلموا كيف يتعامل مع البيئة من حوله أعطيكم مثال بسيط جداً كلنا أولادنا لما نلعبوا مع الألعاب بالألعاب وهي كانت مجموعة في صندوق الألعاب يخرجوها من صندوق الألعاب ويلعبوا بيها أنتهى وقت اللعب، إيش يساوه؟ مع الباب ويسيبوا كل شيء هذي بيئة، صح أو لا؟ طب لما أنا أجل ألعب معاه أنتهى اللعب الآن يلا إيش؟ نجمع ونرتب صح؟ لما نرتب الأمور، إذن هو يعرف إنه لما أنا أسوي لخبطة في مكان ما وأجي رايح لابد إني أرجع كل شيء مكانه الآن، شوفوا هذه المعلومة البسيطة اللي أنا ربيها في طفلي من عمره أربعة وخمسة وستة سنوات لما نكبر ويروح منتزه ويأكل ويولع نار ويجي ماشي ونعرف منتزهات أنا يش فيها شوفتوا الفرق؟ لما نربيهم من صغرهم على هذا الأمر كيف هينعكس عليهم مستقبلاً؟ فمنتزهات أنا مأساة والسبب إننا ما أتعلمنا وما جاءتنا فرصة في يوم ما إننا ننظف المكان بعد ما نخلص نظف بس، شيل هناك في برميل الله عزكم الزبالة حط هناك، ليش سايب الموضوع؟ عشان غيره كمان يجي يلقى مكان نظيف فهو الطفل من صغره لما يحط البيئة اللي بيلعب فيها يجي يلقاها نظيفة يخرج مرة ثانية يلعب يرجع يرجع اللعب في الصندوق اللعب غريزة لدي أطفال وهذه الغريزة لابد من تطويرها لأنه تتلاشى مع الوقت إذا عن إحنا ما لعبنا معهم أو إنها تتطور بشكل غير المفروض إنها تكون تتنمو عليه لأنه في اللعب في كثير من المهارات اللي اللعب الجماعي والأخذ والعطاء وفهم المشاعر ومدح الآخرين واستقبال النقد يعني لما ما لعب مع طفلي هو قاعد يفقد هذه المهارات قاعد يفقد الغريزة اللي هو أصلا مخلوق عشانه طيب وهو يولد علاقة حميمية مع الطفل ويخلق علاقة وطيدة بين أفراد العائلة أيام كورونا كل العوائل صارت مبسوطة لأنهم جلسين مع بعض على طاولة كيرم على ورقة أونو ويلعبوا بلوت أب أول مرة يلعب مع ابناء بلوت وكلنا محشورين في مكان واحد صار فيه علاقة حميمة صارنا نعرف بعض كثير من الآباء والأمهات كانوا يعلقوا أنا ما كنت تعرف أولادي الآن عرفتهم طيب فين كانت هذه السنوات الماضية كبروا والأولادي قدامي ولادري عنهم أنشغلت عنهم أختلفوا علي إلى آخره لكن لما تكون العلاقة حميمة في الأسرة حتى نفهم بعض ونحب بعض وننشأ كده كأسرة يعني مترابطة علاقة وطيدة بيننا هذه العلاقة ستكبر حتى يعني ستكبر معنا حتى نحن كبار وفي نفس الوقت نعلمها لأبناءنا بل ننشرها حتى بين أصدقائنا وأقاربنا والناس اللي حولنا كل هذا بس من اللعب مع الطفل يعني لكم أنت تخيلوا قديش؟ ليولد مشاعر إيجابية تساهم في تخفيف حدة المشاكل حتى لو صارت مشكلة فيما بعد أنا قبل شوية قاعد ألعب معك والآن صارت مشكلة طب ننسى اللي ماضي يعني؟ لا كنا مبسوطين وبنضحك ممكن نرجع تاني نضحك خلاص نهدى يا أبوي خلص صلي عن النبي وقول آسف لأختك وانت قولي آسف لأخوك وخلاص نرجع تاني مرة مع بعض ورجعنا مرة تاني صح أو لا؟ حتى خففنا من حدة المشاكل اللي هتصير بين الأطفال وباللعب يمكن تعليم الطفل حل المشكلات وإن شاء الأفكار والتجارب والتخيلات وتحفيز عملية التفكير مثال بسيط مثلا الحفرة وهذه كرة وأرميها كده عشان الكرة تسقط في الحفرة هذا الطفل من أول مرة لما يرمي راح تسقط الكرة في الحفرة؟ الجواب لا كم مرة؟ راح يرمي 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 ما يتقن إنه هذه الرمية هي اللي تسقطها في الحفرة بس هذه لا وهذه لا وهذه لا وهذه لا أنا قاعد أعلم كيف يحل المشاكلة بشكل لا مباشر صح؟ هو لما يعرف إنه هذه المشكلة الآن صايرة وأنا اتخذ مع هذا الأسلوب ما في نتيجة نتيجة هو مو لازم يعني الربط ما يصير بوعي بشكل لا واعي إنه هو أوكي أنا راح أحاول مرة ثانية راح أحاول مرة ثالثة خصوصا لما نلعب مثلا عابة الفيديو جيمز وغيره هذه تلاقي الطفل يعيد عليها ويعيد ويعيد إليه ما ينجح طيب يطور اللغة ويزيد حصيلة الكلمات مما يساهم في تحسين مهارات التواصل وتعبير عن المشاعر والأفكار لما تلعب مع طفلك بتعلمه كلمات جديدة افعل سوي قوم هذا لون هذا شكل هذا يعني طبعا حسب سن الطفل بتستخدم معه العبارات المناسبة ففي كل مرة بتستخدم عبارات جديدة هو قاعد يتعلم منك كلمات جديدة فانت قاعد تزيد حصيلة حصيلة كلماته وبس باللعب حتى انت من انت منتبه لهذا الأمر اللعب مع الأطفال يعلمهم المهارات الاجتماعية مثل انتظار الدور الاستقامة في الطابور فهم مشاعر الآخرين والله هذا المفروض الآن دوري استني إلين يجي دور التاني استني إلين يجي دوره أو الآن دور فلان و فلان انت اول واحد انت التاني انت التالت انت الرابع الأول الثاني التالت الرابع هو كان يعرفه واحد اثنين ثلاثة اربعة الآن صارت أول تاني تالت رابع هذه حصيلة كلمات جديدة فقعدين نعلمه مع المهارات الاجتماعية انتظار الدور ويوقف في الطابور بشكل جيد إلى أن يأتي وقته وحتى هو لا يلعب ترى ألعب مثلا خمس دقائق أنزل عشان غيرك ففيه فهم لمشاعر الآخرين عندما تستجيب لطفلك لطلب طفلك اللعب معه يشعره ذلك بقيمته عندك ومحبتك له ويزيد ثقته بنفسه واثبتت الدراسات أن لعب الوالدين مع أطفالهم يزيد من إبداعهم أنشط في المبدع كل ما عليك أنك تلعب معه انت ما قاعد تعلمه إبداعه انت بس بتلعب معه هو يتعلم إبداع لحاله هو يصير يعني أنه قاعد يطالع فيك حركاتك وسكناتك إيماءاتك كلها يفهمها وبعدين تعني شيء بالنسبة له فيصير يفكر كويس ويصير مبدع أنت بس كل ما عليك أنك تلعب معه للأسف كثير من الآباء لا يلعب مع أطفالهم حجة العمل تعب إلى آخره لكن كيف طيب نلعب مع أطفالهم كيف نتغلب على هذه المهار حنشوف بعد شوي أثناء اللعب نفذ تعليمات طفلك يعني أنت جاي تلعب معه ما أنت جاي تغفه صح؟ يعني المفروض أنه اللعب هذا مرح فن فن أقصد فن يعني مرح فن بالإنجليزي اللي هو وقت يعني وقت أنه نلعب وننبسط ووقت ننبساط ومشاعر طيبة ما هو وقت سوي كده ولا تسوي كده لأنه بعض الآباء يخلي اللعب يخرج عن طبعا لما نقول آباء أقصد آباء وهم لا لا سوي كده كده ما راح تفوج كده أفعل طبعا أنا جاي هنت تأمر علي ولا جاي تلعب معايا إذا سويت أبدأ طريقة هشوفت ما أنت فايز هيا والله أنت ما إحباط يلعت ما جاء أنا كنت بلعب لي واحدة مبسوط إيجابه هذا الحين إيجابه هذه جنبي هنا أنا أبدأ ألعب لحالي خلاص ما أبأ ألعب لمن هو يجي أقوم أبطل اللعبة ليش؟ لأنها خرجت عن مسار لعب يعني بشكل إلى توجيهات محاضرة وتعليمات وأشياء فقد الحماسة وفقد المتعة أثناء اللعب لا تعلم طفلك أي شيء هو أصلاً راح يتعلم لحاله أنت بس خليك على طبيعتك أقصد تعليم بالأوامر يعني لكنه تخليك بس على طبيعتك راقب إيش بيسوي؟ مثلاً فالطفل عمر أربع سنوات وجاي بيلعب لعب معي يعني أوكي أنا بدي ألعب معك لعني أنت إيش بتسوي؟ هذه السيارة كده وهذا أوه طيب كويس جميل رائع حلو ممتاز هذا يعني أنك أنت ذكي بس أعطيه كلمات من هذا الأمر وخلاص هو امبسط وإنت كما أنت امبسط لأن الكلمة الطيبة لها مفعول في النفس حلو فأنت تحس بالمتعة تحس حتى بالاسترخاء بعد الضغط اللي حصلت عليه من الخارج صح؟ وإذا قال لك سوي شيء سويه حتى لو غلط سوي يا أخي نفذ ما يطلبه منك بابا أمسك هذه أنا أمسكها بابا أحط هذه ماما شيل دي شيل شيل مشكلة وقت اللعب بس بعد كده ترجع الأمور يعني الوضع الطبيعي سوف تكتشف أن هذا أفضل ويجعل الطفل يحب اللعبة ونغمس فيها حتى وإنت ما أنت موجود يقعد يلعبها الحال لأنه أنبسط فيها فهي الآن مصدر راحة بالنسبة له وبل يعيد عليها مرة واثنين وثلاثة ويطورها ويقعد يألف كده ويتخيل ويدخل في في أفكار بداعية كله من اللعبة هذه لأنك أنت لعب معها فترة ويقوي قدرة الطفل النمائي على التفكير بشكل مستقل طيب الآن هو قاعد يلعب لعبة واللي يقرأ قصة والقصة هادي يقريها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وإنت جيت يعني أنت ما عندك إلا هذه القصة تقراها طب خلينا نشوف قصة تانية خلاص هادي يقريناها المرة الماضية وتبغى يروح يقرأ قصة غيرها أو أنه يطلع لقصة أعلى مستوى مثلا أكبر أو أنه هو في المستوى الأول من اللعبة تبغى يروح للمستوى الثاني ويطلع للمستوى الثالث أو هو بيلعب لعبة أربعة سنوات وهو الآن خمس سنوات لازم تبغى يطلع لعبة خمس سنوات فإجبارك للطفل على تسريع الخطوة هادي يؤثر عليه ونحن كأباء أحيانا نتذمر من تكرار من تكرار أبنائنا لنفس اللعبة أو قراءة نفس القصة كل يوم كل يوم أقرأ لي قصة الوردة الحمرة فيه دحية قصة الوردة الحمرة على أيام أنه كان الوردة الحمرة دحية ما أدري شيء قصة الصراحة لكن كل يوم نفس القصة حكيني حكاية الرجال اللي رمى العصائف البحر وتحكيه هي وبكرة يجي ينبسط عليها حكيني حكاية الرجال اللي رمى العصائف البحر وتحكيه هي مرتين وثلاثين لما أنت تطفش لا لا تطفش يا أخي استمتع كده وحكيه هي وهو مبسوط وإنت مبسوط وخلص تخلص الحكاية ويقوم يروح يشوف شغله تنفيذك للتكرار هذا هو يعني له شيء هنا في مخه في حاجة كده لسه ما زبطت معه بس ما يعرف يقول هذا الكلام لكنه يطلب الشيء مرة على مرة على مرة على مرة إلين يوصل للحاجة اللي هو بيوصلها فهو طلع بأريحية كده قاعد يتدرج في كل مرة يكرر فيها نفس اللعبة وفي كل مرة يكرر فيها نفس القصة أو قراءت نفس الكتاب أو استخدام نفس اللون إلين يقتنع اكتملت مهارته ينتقل لللي بعدها طب لما أنا أجي كأب وأدفه يلا روح 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 معناها أنه أنا ماني كفء أني أسوي الشيء اللي قاعد أسويه هذه ترجمة نفسه معناها أنه ثقته في نفسه رح تقل وبدل ما يفكر أنه هو يلعب وينبسط رح يفكر كيف يرضيك فخرجنا عن مسار خرجنا عن مسار اللعب لأنه نحن بنفكر كيف عفوا أني بنعلمه كيف أنه هو يثق في نفسه رح يفقدها وراح يفكر أنه دامني بيرضيك أنت فراح يخرج عن مسار اللعب وكل ما يسوي شيء طالع فيك فأنت قاعد تلعب معاه ولا تراقبني ولا تهددني ولا إيش اللي قاعد يصير بالضبط يعني هنا طيب لكن أنت تتأكد أنه المستوى هذا يناسبه حتى لو كان قل منه شوية أعلى منه شوية أهم شيء أنه هو مرتاح بيلعب بشكل جيد ما في مشكلة ويمنحه مزيد من الوقت حتى يستوعب اللعب ويتخيلها ويتمكن منها ولا تحاول دفعه أبدا وتخفيف السرعة حتى لو أنت ليس بالضرورة أنك متحكم في السرعة بينما هو اللي متحكم في السرعة فكل ما جلس فترة أطول يقرأ نفس القصة بيزيد مهارته في القراءة بيزيد سرعته في القراءة بيزيد فهمه في استيعابه للكلام اللي قاعد يقرأه لأنه قاعد يصير الارتباط بين العين والمعالجة في المخ والكتاب هذه العملية معقدة تحتاج إلى مزيد من الوقت صح؟ عشان كده الأطفال يقعدوا يعيدوا نفس اللعبة كل مرة ويعيدوا نفس وفي كل مرة يرتقوا شوية زيادة واحد في المية واحد في المية واحد في المية واحد في المية تيجي بعد ستة شهور بعد سنة وصار محترف صح؟ هذا الشغل التراكمي طيب كن منتبهة للإشارات اللي يرسلها طفلك أبا أشتري لعبة أعلى من مستوى أبا أدفع ولدي وهو يجي من هنا يقوم يلف ما يبغى اللعبة هذه أو حتى لما يجي يبيلعب معاه وبعدين ينقلب شكل اللعبة يتركها ويقوم يمشي أو أنه يبدأ يقصب لأنه هي الزرافة لونها أصفر أنا أبا لونها حمر إنتيش مشكلتك أنا بصرافة حمر فأنت تنتبه يعني بعض الأطفال يرسل رسائل وإنه حسنا خليك معاه أنا أفهم معك أخذ وأعطي معاك ما في مشكلة طيب هذه ما عجبتك نكمل هذه نأخذ دي ولا دي ودائما في العادة في العادة كم تأطي الطفل خيار اثنين لا تزيد عن اثنين ومن ضمنها نعم أم لا أنت مثلا شربت الموية صح ولا لا أيها خلاص أنت تبه هذه اللعبة تبه أو لا أو تجيب العبتين تبه دي ولا دي هذه خلاص لكن لما تجيب له أربعة أو خمسة إيش يصير يضيع صح طيب أمنحه خيارا مختلفا بشكل دوري حتى يبدأ رغبة في لعبة معينة وبعدين نبدأ ندخل معاها هذه اللعبة شارك الطفل اختياره بإيجابية لما اختار اللعبة مثلا خلينا نقول اختار لعبة ما هي على عمره كيف أنت تشاركه بإيجابية هو عمره خمسة سنين وشاف سيارة قدي كده كبيرة وعجبته وهذه السيارة حقت عشر سنين كيف أنا أعلم وإنه يختار إن شاء الله إذا كبر إن شاء الله إذا وإنا راح أستنى إلينا أكبر ها محتاجها الآن ما لي محتاجها ايه ما راح أستنى إلينا أكبر توري حق العمر الأصغر توري حق العمر الأصغر كيف خليه يجربها طيب جربها وانبسط عليها خليه أخذها ها خليه أخذها خليه أخذها وشوف نحن دائما نفتقد إلى أو مشكلة دائما إننا نعلم الطفل هنا كم مكتوب عشرة إنت كم عمرك خمسة فين أبو خمسة يدور أبو خمسة يلا تعال فين أبو خمسة هذه أبو خمسة هذه لك كيف هيكون ردة فعله يعصب لو سويتها بهذه الطريقة راح يعصب يقتنع طيب يعصب ولا يقتنع على في الغالب راح يقتنع في الغالب راح يقتنع إذا أنت وصلت له المعلومة بسنه بما يناسب سنه ومن ضمنها أنك تنزل للمستوى أنت تتكلميه يعني هو عمره خمسة سنوات كده صح؟ تقريبا هذا الطوله فلما أهرج معه أقول له هذه اللعبة أجيب اللعبة اللي هو يبغاها اللي هو عشر سنين وأجلس معه هنا إيش مكتوب؟ عشرة هذه حقية عشر سنوات صح؟ أنت كم أمرك؟ خمسة طيب ليش ما نروح ندور حقية عمرك؟ يلا هناك شوفها هاي تعال هذه لما تصير عشر سنوات هتأخذها لكن الآن نروح نأخذهم خمس سنوات ونروح ونأخذهم خمس سنوات راح يقتنع ولا لا؟ نعم راح يقتنع نزولنا المستوى الطفل والتواصل البصري معاه في الغالب خلاص وصلت الرسالة بقام شكل جيد لأنه المستوى الفرق هذا اللي هو هنا ونحن هنا كأننا قاعدين نأمر عليه كأننا قاعدين نأمر عليه وبالتالي ممكن يعصب ممكن يعصب طيب من ناحية الوقت ليفكر ويكتشف ويخوض التجربة بنفسه إذا كان فيه إمكانية لذلك لا تقلق أبدا إذا اختلف شكل اللعبة من إلى شيء آخر لا علاقة له باللعبة نفسها الآن نحن قاعدين نلعب مثلا أونو حلو الأونو أنا عندي أونو في البيت عشان كده ههريكم بالأونو بنيلعب أونو بنتي الصغيرة تيجي تجمع كل الأوراق تحطها في يدها تقول هذي حقتي طبعا اختلف شكل اللعبة أخوانها الثانيين حيزعلوا بس هي كده خلاص بتلعب هذي حقتي قل خلاص يا ابو انتوا خذوا نص اللعبة وروحوا هناك ألعبوا الحال لكم خليني أنا معها خذي يلا هذي حقتك هذي حقتك هذا ما هو أونو هذا إيش هذا بس مسكة يعني أوكي يلا نمسك أنت أمسكي وأنا أمسك وهو أنت تأخذي وأنا أخذ وأنا أرمي وأنت ترمي بعد دقيقتين ثلاثة خلاص شيز يعني كانت راضية قامت خلاص انتهت اللعبة بالنسبة لها هيا أخذوا أخوانا الكبار وانتوا ألحب أكملوا لعبتكم يعني بكل بساطة حتى لو اختلف شكل اللعبة ما في مشكلة خليه يختلف أهم شيء أن الطفل في الأخير مبسوط وأنا كمان مبسوط واللعبة إذا ما لعبناها اليوم هنلعبها في وقت آخر تجنب الصراع على الأفضلية لا يكون هدفك الفوز هي هو لعب واللعب المقصود منه المرح بالدرجة الأولى لي أنا كإنسان كبير يعني كباله وبالنسبة للطفل الطفل اللعب بالنسبة للطفل شغل يعني بالنسبة له إثبات نفس وإثبات قدرة وذكاء وكذا فإذا أنت قاعد تلعب معه عشان أنت تفوز وإنت رح تفوز يعني إيش يصير فيه حفاط تحطم أيوة إيش كمان طلعوا طلعوا الكلمات يفقد ثقته بنفسه إيش كمان ما راح يلعب مرة ثانية ما راح يلعب مرة ثانية أيوة يعصب يبكي ينهار كله عشان أنت فوزت طب إنت لاش تفوز دائما خليه يفوز مش المشكلة خليه أصدقاه دائما نحن نتكلم في البيت خليه يفوز إيش المشكلة أنه يفوز يطلع للعالم الخارجي ما يعرف شي سيتعلم الطفل تقبل الهزيمة في مواقف أخرى لا تقلق كان فيه أب بيسبح مع ولده في المسبح قال لي أبو يلا سباك الطفل كان عمره يمكن خمسة أو ستة سنوات وسبح من المرة الأولى من أول المسبح لآخره وقام الطفل فاز طبعا الأب يعني فوزه قال له تحمس الولد يلا مرة ثانية وفي المرة الثانية فاز الطفل وفي المرة الثالثة فاز الطفل وكان فيه شوية ناس كده حولينا المسبح انبسطوا على انبساط الطفل فصاروا يصف يقولوا يعني وصار هلاص كده والرابعة والخامسة والساتسة سبعة شواط رايحين جايين ويفوز الطفل في الشواطة الثامن فاز الأب يعني هو كان يبيعلم ولده انه خلاص يا خيدي كل مرة انت تفوز تر لا تصدق نفسك يعني انتو بلو شفتوا وجه الولد بعد ما فاز الأب ترام كمية اعباط كمية حزن كمية يعني خلاص انا ما اعرف وبدأ كده يقول انه انا ما اعرف اسبح انا ما فزت هو ما همه انه بابا فاز بس هو انا ما فزت ما رح يفكر في بابا حتى لو بابا فاز بابا كبير بس انا ما فزت انا 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 وما خفي اعظم في الداخل طيب ايها الاب ايش مشكلة دك انك تخليه يفوز خليه يفوز عمره ستة سنين خليه يفوز سبع سنين يفوز تمانية سنين هو رح يعرف انه اذا كان يسبح باستمرار انه لا انت كبير انت المفروض تفوز خلاص هو وقتها تعلم انه في مواقف المفروض انه ما يفوز فيها طول الوقت اذا كان اثنين اذا كان واش اثنين مين يفوز طيب انت ما رح تفوز طبعا حلو خلاص هم بينهم اطفال اذا هذا فاز اذا هذا فاز عليه حيعرف انه ايه عادي عادي لا هو اعتمد على عمره احيانا احيانا منه الكبير منه كان عمره سبعة اثمانية احيانا 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 اعتمد على عمره لانه ابو سبعة اثمانية بيفهم يعني انه اخويه كمان اوكي قد شاطره ودائما لازم نسويه لهم زحم يعني نفرحهم كده اوكي انتو شطار كويسين الان دورك هادي تنفع كمان او خمسة او خمسة يعني اتشوفيلك حل احيانا انا اتوقع انه الطفل ينظر الى الطفل اللى مثله في سنه اذا فاز بشكل مختلف عن لما ينظر لها مع اب او ام احنا نتكلم من منظور الاب والام الان ما نتكلم عن منظور اطفال فيما بينهم لانه الاطفال فيما بينهم راح يلعبوا يفوزوا يتهزموا واللعب يكرروها مية مرة وهذا مرة يفوز والتاني مرة يفوز واذا ما فاز اليوم يفوز بكرة اذا جاك ابنك يبكي انه انه اخوه فاز عليه يقوله خلاص بكرة انت تفوز تعال العب معايا وخليه يفوز فهذه بتلك خلاص صار مبسوطة الان انا اتكلم عن تعامل الاب مع ابناؤه لكن الاطفال فيما بعضهم هذه قصة ثانية ونحنا نقدر نعلمهم مع ال اوكي هذه معلومة جيدة انه هو يبدأ يفهم قوانين اللعبة فيما بعد سنة الثامنة نفس الكلام اللي كانت تقول عليه الدكتورة قبل شوية ولذلك احيانا يميل الطفل الى انه يغير القوانين عشان هو يفوز وتشوفوها لما يكون بعض اطفالكم كبير شوية سبع سنين والتاني خمس سنين وكانوا بيلعبوا وجايل اللي حيفوز عبوا خمسة يقوم يقول لا 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 سوي كده عشان يغيره عشان هو يفوز هذا امر هم مفطورين عليه الان لما احنا نيجي كاباء نلعب معهم لابد اننا نخليهم يفوزوا لما هم يلعبوا ما بين بعض هذا امر اخر طيب وبعدين الطفل حب يلعب معك طالما انه ما في قوانين وما في منافسة انا ما بيلعب معك عشان يحس انك تنافسني انت كبير انت حتفوز انت تعرف انت كذا انت 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 بس انا صغير واذا انت فوزت ما لها طاعة مصلا بصراحة يعني انت لو تلعب بعضهم انك تفوز عليه طب انت جاي تلعب ليه احنا جاي تلعب عشان تفوز خلي هو يفوز في احد بو متفق مع الفكرة مو مو متفق ولكن يعني همشة ما يكون في تصنع الفوز يعني همشة الاب والام ما يتصنع الفوز لانه هيفرم الولد انه هيفرم الفوز عشان كم عمر الولد تسعة عشرة هو فهم قوانين اللعب ايبا صحيح بس ما يمنع انك تخليه يفوز حتى لو عرف انك انت قاعد تتصنع انه هو يفوز خليه يفوز ما في مشكلة اوكي لما هو يفوز وانت تفرح له وتصفق له وتنبسطه وهو عارف انك انت قاعد تتصنع يعني مثلا هو عارف انك انت هزمت نفسك ومع ذلك فرحت له انه هو فاز هو راح يش يتعلم من هذا الاحساس بالاخرين الاحساس بالاخرين شكرا لكي راح يتعلم الاحساس بالاخرين راح يتعلم انه لما غير يفوز اني اشجعه صح؟ هاني مهارات جديدة بشكل مختلف كل المسألة داخلة في بعض مهارات من هنا او من هنا او من هنا لكن انا ككبير ما يهمني اني افوز خليني خلي ولدي يكبر شوية لما يصور عمر 16 و 18 او يفهم طيب وانت ينصر عمرك في الاربعين وتي تلعب معا كرة ويسحب فيك انت يا الله ترفع رجلك هو وقته هقول ضحين مين يفوز وقته هتصنع ضحياني يزعل تقول ليش انت موقفين مين اللي يزعل يعني ليش انت موقفين خليين دائما اخوز اخوز كم عمر الطفل؟ تسعة سنين ما ادري اذا يزعل بصراحة ما ادري اذا يزعل بصراحة يزعل يزعل ما ادري انا عندي الطفل سبع سنوار ايوه ايوه وصار يعرف لما اخلي يفوز ايوه وحنا نلعب ليفل هارد ميديوم كذا يقول يا بابا انت اللي حين ليفل ميديوم ايوه اذا خليته يفوز ايوه اذا فوزت عليه يزعل لكن يعرف انه ليفل هارد ايوه وعلى ليفل بسيط عادية خلاص من تهي النبي زعل في التدرج معي يعني ما ادي يلعب مع الاخرين لانه يقول طيب انا اتوقع انا اعتقد انه كون الطفل يفوز هذه فيها ايجابية طيب هذه واحدة مستوى اللعبة صعب مستوى اللعبة بسيط اذا انت فوزت عليه في البسيط راح يزعل واذا فوزت عليه في المتوسط راح يزعل واذا فوزت عليه في العالي برضو راح يزعل لما تخليه يفوز عليك في العالي يزعل ولما انت تفوز عليه في البسيط يزعل لا يتقبل في البداية بس لما انت مرس في اللعبة واثني عليه كل ما يفوز لنبدأ اعلم انه ترى ممكن تخسر ايوه تقبل شوي بعدين بعدها فترة صار يفوز مع الصعب يحس انه لا الصعب صار سهل لا ما ادري اذا وصلت او لا يعني علب الهارد الصعب ذا ايوه ومع هذا فاز ويشوف ردة فعلي ما يشوفني مثلا اعصر لازم اتحمل خسارة ممتاز الان انت اتجهت الى تعليم مهارة اخرى وهي تقبل الهزيمة اذا كان مستوى المستوى الصعب هذا وهو عمره عشر سنوات طيب وهو قد تعلم قوانين اللعبة بعد سن ثمانية الان له سنة سنتين وهو قاعد يتعلم انه ترى فيها فوز وفيها هزيمة وبعدين انت تهزمت وهو شافك فاز عليك وانت من تزعلان تقول له اوكي نحن هذه اللعبة في الاخير ونحن نفوز وانا اهم شي اننا نستمتع بالوقت مو الغرض اني انا افوز ولا انت تفوز لو انت فوزت انا رح افرح لك ولو انا اتهزمت ما في مشكلة نتقبل الهزيمة طيب هم الغش يعني هم الغش نلعب كاردس مع بعض بيشوف بصير يتفرج على الكاردس يعني ايوه لما الف وجهة وهيك خلاص بي فوز بهذه الطريقة اسمح له اي خلاص كم عمره خمس ونص يعني يصير ستة اوكي عادي اه عادي اه يعني كنت بستغلي الموقف اعلمه انه لا ما بصير مثلا بس لسه مش مناسب العمر اه حتى لو اعلمتين انه ما بصير لا يعني ذلك انه راح يستجيب لكن الموقف اللي يطلع منك موقف تسامحي يعني بشكل عام اتس اوكي خلي يشوف الكارد ويلعب ويفوز ما في مشكلة طيب لكن ما اخذ موقف وهذا غش وهذا كذا وهذا ما بيصير وتخربت اللعبة خلي اللعبة تتخرب ايش المشكلة صح؟ حتى لو اللعب خرج عن مساره قبل شوية يعني نقول ما في مشكلة طيب لكن احنا نستغل لهذا الوقت اننا نعلم ابننا مهارات نعلم طفلي طفلنا اطفالنا مهارات اللعب مع الاخرين حتى مهارات تقبل الهزيمة مهارات فهم مشاعر الاخرين وهذه كلها تجي مع الممارسة والتدريب يوصل للكمال طيب امدح وشجع طفلك على التفكير والابداع طبعا احنا اتكلمنا عن تصحيح الاخطاء قبل كم شريحة ولا لا تصحح الاخطاء حتى لو اللعبة خرجت عن مساره حتى لو اخطأ حتى لو غش امشي الحال طبعا هو راح مفهومنا ككبار انه غش بس هو مو مفهوم انه غش هو بدي يسوف له طريقة يفوز فيها ايا كانت هذه الطريقة حتى لو اختلف حتى لو اختلف شكل اللعبة هو ما يهمه اهم شي انه يفوز ما في مشكلة فوز لكن تصحيح الاخطاء يجعل الطفل اليمين الى انتقاد الاطفال الاخرين لانه يفكر في الكمال فقط ولا يلتفت الى النقاط الايجابية واضحة؟ واضحة؟ طيب واضحة بس انا مرتفل مع النوم باش يسمح لي تفضل يمكن هو شي يعني حسب العمر بس برضو نغش في اللعب يعني انا لما اخليه واسمح له يغش في اللعب بكرا برضو لما انا يروح يلعب اناس تانين حيغش كم عمره؟ ما هو حسب العمر وانا بقولك حسب العمر ممتاز فهو مو كل طفل يعني اذا لما تتكلم عن طفل عمره عشرة سنوات ويعرف القوانين ويعرف الغش واللف والدوران غير لما الطفل يكون عمره خمس سنوات ولسه يعني يتعلم هذا الامر صحيح؟ صح كلامك في مهل اهم شي انك لا تحكم على الطفل انت ما تفهم انت ما تعرف انت كذا لا تصحح له ولا تنتقده في اللعب خصوصا لما يكون خمسة ستة يعني هذا العمر المتوسط اللي احنا بنتكلم عليه طبيني احس لنفس حالة الغش يعني انا تخيلت لو انا شخص منها بقول لطفلي اه انت تبغى تشوف عشان تعرف كيف تتصرف طب خلينا نشوف مع بعض يعني بقوله ان انا قافطة وطيب خلاص شوف شوف وانا عارفة مزاجي يعني اوكي وعادية يعني يعني كذا انا فكرت لو انا في مكانها كذا باسو وامتاز انا اعتقد ان هذه فكره جميلة وما يعمل مو بساوي نفسي ما اعرف ساوي نفسي ترى الدرايا ايو 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 انا شايفتك وكذا اوكي عادي شوفها ونفوز هو بعد فترة يعني الان نحنا قاعدين نلعب الاوراق هذه سنتين بعد سنتين هل هيكشف زي ما كشف الان لانه في كل مرة نلعبها راح يتعلم قانون جديد او يتعلم معلومة جديدة في قانون اللعبة فمع الوقت راح يلتزم بالقانون لما يوصل للسن اللي مخه يستوعب انه هذه اللعبة قانونها كذا والمفروض انها تتلعب بهذا الشكل هو يتعلم كمان يلعب باللعبة زي وزي المختلفين ما راح في كل مرة يطلع لكن البداية مشينه عادي طيب هذه قوانين اللعبة الخاصة بك وهذا شيء جيد اذا انت تبقى القانون ان انا نكشف يلا نكشف كل انا نكشفها زي ما انت ذكرتي صح؟ اهو مكتوب الكلام هذا معناه فكرتك بمحلة زرافتك لونه احمر لونه احمر ايش المشكلة؟ وانا ابغى اجيب زرافة لونه ازرق وهذا بيجيب زرافة لونه ابيض ويلا نجيب الدنيا كلها زرافات نحطها بكل الالوان وننبسط اريحية تقبل مرح من هذا المرح هو قاعد يتعلم ومهم جدا ان انا نمدح اطفالنا في كل مرة يعني كل دقيقتين الى خمس دقائق لازم تذكر حاجة ايجابية سواها الطفل وتمدحوا عليها فاكرين قاعدة جذبة الانتباه اذا مدحتوا على حاجة ايجابية في كل مرة راح يسوي حاجة ايجابية افضل وافضل وافضل لانك انت قاعد تركز على تركيزه انتباهه شغله الجيد المثابرة العزيمة الاسرار التعاون ثقته بنفسه تعبيره عن مشاعره هذه اشياء كله هو قاعد يسويها هو بيلعب معك لانه قاعد يكتسبها اكتساب بمجرد انك جلست عشان تلعب معه فلما انت اكد عليها هو راح يمسط وهو راح يستفيد فعلا من الجلسة مع اللعب معه الان اللعب اللي هو نحن نشوفه ماضيع للوقت شوفوا قديش طلعنا من المفواعد طيب ناخد بريك الساعة كم الان اوكي خلينا ناخد بريك كم خمسة او عشرة 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 دقيعيك طيب شكرا لك ان شاء الله كده البريك ينعنشكم شوي بس ترى الاشياء موجودة فخدوا راحتكم اذا كان تأخذوا ترجعوا الامر يعني في ساعة طيب نرجع نستكمل المهارات اللعب مع الطفل شجع طفلك على فهم المشاعر العاطفية من خلال اللعب التخيلي ونحن يعني متوا تصورين اللعب التخيلي بالذات عند الاطفال خيالهم ما لوا حدود وممكن نتخيل اي شيء في اي وقت في اي لحظة وهذا الخيال لما انا اشوفه كأب اشجع عليه امدهه الفت انتباهه عليه انه اوه هذه الفكرة اللي انت فكرت فيها يعني شوف الاطفال مثلا انت تجيب الطفل تجيب العروسة حقتها وتبدأ تأكلها كأنها انسان فهي قاعدة تتخيل انه هذه العروسة انسان زي ما تشوف امها بيتأكل مثلا اختها الصغيرة او اخوها الصغير يجيبوا المخدات يرسوها على بعض يسويوا بيت ويدخلوا تحته يجيبوا الصناديق ويحطوها على بعض عشان تصير سيارة ويجيبوا الصحن يصير دركسون وهكذا انا كأب لما اشوف هذه الاشياء الفت انتباه الطفل لها او اقول له ترى انا قاعد اشوفك وانت قاعد تسوي الكرتون سيارة هذا شيء كويس هذا يدل انك قاعد تفكر هذا خيالي بداعي دائما الفت الانتباه للاشياء الكويسة طيب ولا ننسى ان لازم امدح طفلي كل كم خمس دقيقتين من دقيقتين الى خمس دقائق يعني لا تعدي خمس دقائق وانت ما مدحته فما في مشكلة في يعني في اثناء اللعب التخيلي اللي يبدأ من سن مبكرة شوف من 18 شهر يعني نتكلم عن سنة ونص تقريبا الى احيانا يستمر الى 10 سنوات لكنه يزيد كده يرتفع بعدين شوي شوي يبدأ يقل حتى بامكاننا من خلال هذه الشخصيات اللي هو قاعد يتخيلها اه مثلا هالحيوانات لو جبنا اسد وقلدنا معه صوت الاسد بعدين تجيب كلب تقلد صوت الكلب بعدين تجيب قطة تقلد صوت القطة بعدين لما القطة تحزن تقلد صوت قطة حزينة والاسد لما يزعل طبعا هو الاسد دايما زعلان مدري ليه فصوته كده عالي و عشانه ملك ها الملك دايما انزع طيب فهذا التمثيل يساعد الطفل على حتى فهم المشاعر المحاكاة المحاكاة احسنتي كلمة رائعة بصراحة ابسطيني بهذا كله المحاكاة قاعد يقلد الحقيقة في الخيال وبعدين لما نكبر يعرف حتى كيف يربط الأشياء مع بعض انا شفت الشيء الفلاني في المكان فلاني وهذا يشبه الشيء اللي انا قاعد فيه الان ليش ما اجرب واسوي زي ما اسوي مهارب ما انت اصلا يعني كلنا شفنا ابنائنا بيسويوا زي كده بس هذه البسيطة لها اثر يعني كبير علام في المستقبل خصوصا المشاعر العاطفية في نوع من العلاج اسمه العلاج باللعب هذا نحن كطباء نفسيين او معالجين نفسيين نستخدمه مع الاطفال اللي يتعرضوا لصدمات اللي يتعرضوا لصدمات وبعدين الطفل مثلا اتعرض لصدمه وسكت ما هو ما هو عارف يعبر عن مشاعره باللي صار معاه ويحكي المعالج زي ما يستطيع انه يتكلم الكبير انا اجيبه واجيب دماء واجيب حيوانات وعرائس اي حاجة وابدا لعب مع الطفل في الجلسة الين الطفل يستوعب انه يعني يحكي اللي صار معاه في الصدمة على الدمية الان انا فهمت وشوي شوي لعبة على لعبة على لعبة بشكل ما نسقي ويخرج من الصدمة اللي هو فيها فهذا التخيل ما هو شي سهل اذا كان طفلك ما يتخيل لازم انت تتساعد انه يتخيل تعلموا كيف يتخيل كيف اش كم ياخذ علاج الصدمة الجواب ما احد يقدر يقول لك حسب نعم هناك عوامل كثير تحدد الوقت حسب الصدمة وحسب قوتها وحسب سجدته وحسب الطفل وقديش يعني مهاراته الشخصية اعرف ان عندي طفل عنده صدمة يعني ممكن انه صار عنده صدمة يعني من ظروف الحياة عيبة اسمت انا كوني الامر اتبعت انه عنده صدمة ممتاز كيف انا اعرف ان طفل عنده صدمة الصدمة بما ينتج عنها طيب يعني مثلا صار حادث السيارة لا سمح الله في الاسرة كل الاطفال نسيوا الموضوع وعاشوا حياتهم بشكل طبيعي الا واحد صار يخاف من السيارة ويخاف انه يطلع ويخاف ويخاف وما يبقى يروح ولا يبقى يجي وكل ما قام ما ينام ولا يصحى فهذا واضح انه متأثر من الصدمة هذه فهذا ودينا لمعالج الاثر السلبي اللي يظهر على الطفل بعد الصدمة بعد الحادث هو اللي انا اعتبره صدمة نفسية طيب وممكن ما يصير لعني ليس بالضرورة اي صدمة يجي وراها او تحتاج الى علاج طيب استمع بكل تقدير وامتنان اتكلمنا كثير في هذا لانه اللعب هو المكان الوحيد اللي يشعر فيه الطفل انه محل تقدير وامتنان فانا اسمع كلامه انا في التعليماته هذا يساعد فتقته بنفسه يحسسه بقيمته عندك طيب و... و... يعني وقت اللعب تسقط معظم القيود والاشتراطات والتحكمات ويصير الطفل كأنه هو القائد في هذه الدقائق اللي انت تلعب مع طفلك فيها فاسمح له شوي انه يعيش الدور ما في مشكلة يصير اهتمامك على الطفل نفسه اكثر من اللعبة نفسه فانا لما اهتم به بنفسيته وبتعامله بطريقته في تعاطي اللعبة والتفاعله مع النتيجة النهائية سواء فاز او هزم هذا اللي يصير محل اهتمامي وليس اهتمامي اللعبة نفسها انه هو لازم يعديها بشكل جيد انه هو لازم يعديها بشكل اه محترف انه هو لازم يتطور في مهارات وانه يصير لا ما علي من اللعبة في الاخير هي لعبة تروح يجي غيرها انا علي بطفلي انمي مهارات طفلي تركيزي يصير عليه هو حتى هو يعرف الفرق بين انك لما تركز عليها او تركز على اللعبة طيب استخدم جمل تعبيرية برضو ذكرنا هذا من ضمن الكلام ايش بتسوي ايش دا ليش سويت كده ليش سويت كده طيب انت عارف انه شايف قدامك اسد وتجي تقول لي ايش هذا الحيوان انت بتختبرني يعني وليش لكن او انا شايف الاسد حقك واقف كده كأنه على مثلا على طرف الحديقة هل انتحطوا عشان يحرس في هنا عبارة في عبارة اول شيء اللي هي عبارة لفتة الانتباه انه هو حط الاسد في مكان مو طبيعي يعني انه يتحط فيه الاسد مثلا هذا سور الحديقة وهذه تعرفوا اللعبة اللي هي الحيوانات هذه معها سور صح؟ صح؟ طب هو حط الاسد عند الباب عند باب السور يعني فانت لما تيجي تلعب معها تقول له او انا شايف الاسد محطوط هنا معناه هو راح يفكر مرة ثانية الاسد مكانه فين هل هو الاسد حارس ولا ملك؟ طب الملك يكون عند الباب ولا جوه؟ طب مين اللي المفروض يكون عند الباب؟ بس انت مجرد انك لفت انتباهه انه لكن لو وجهت له اسئلة ايش بتسوي وليش بتسوي وكده والمفروض هذا ما يصير هنا وبدأت يعني كده تحص المسألة كأنها اختبار كأنها فقدت حيويتها هذه الزرافة انت تعرف الزرافة؟ اوه فين شفت زرافة؟ كأنه في الفيلم الكرتون الفلاني اللي شفناه مع بعضك اليوم كان فيه زرافة صح؟ بس هناك كانت زرافة لونها ازرق؟ لا كان لونها اصفر اوه بس انت زرافة تزرقها وهذا شي جيد صدق؟ انا بدي سوي زرافة حمرة سياق الكلام التعبيري افضل من توجيه اسئلة اه طيب هذه مثلها اللي تحت وهذه طريقة تشعر طريقة جديدة وربما تشعر بعدم الارتياح وانت تفعل ذلك للمرة الاولى زي ما قلنا الآن اذا كانت هذه اساليب جديدة اول مرة انت تسمعها وتقول انا اصلا كيف راح اسويها واني راح تصنع عشان اسويها واني راح اخرج من توبي اللي هو انا الى شخصية اخرى مهي انا وهذا صعب مو سهل لكن ما في مشكلة شعورك هذا معروف ومدروس اول مرة راح تشعر بال يعني انك تتقبل زرافة زرقة غبي انا مثلا وليش انا اتكلم كاب الان لا الزرافة ما هي زرقة الزرافة حمرة بس زرافة ابني زرقة خليها تروح زرقة ما في مشكلة هذا الشيء ما يرضيني كإنسان كبير وفاهم لكن في سبيل اني علم ابني ما في مشكلة مرة على مرة على مرة هتلاقي المسألة عيش صارت عادية جدا وطفل مع طفل مع طفل هتلاقي المسألة صارت اكثر من عادية بل صارت اساسية لانك راح تستخدم هذا الاسلوب مو بس في اللعب حتى في الاماكن الاخرى حتى انت مقياسك كأب لتقدير الامور ان هذا غلط ارتكب ابني هل هذا الغلط يستحق اني انقع عليه وحاسبه ولا اغمض عيني ومشيه هذه مهارة انت اكتسبتها الان وجات من طريق اللعب وكلنا نخطأ وابناءنا نخطأون ولكن هل كل خطأ هنقعد عليه ما صارت حياة طب هل كل خطأ اني مشيه برضو ما صارت عملية تربوية اذا مقياسي انا كوالد وكوالدة في الاخطاء اللي يتعامل فيها مع ابنائي راح تختلف من لعبة من مجرد لعبة حتى نحن قاعدين نتعلم من ابنائنا بشكل غير مباشر استخدم الاسلوب الاكاديمي وهذه مليانة قبل ذلك شوي ذكرنا الارقام واحد اثنين ثلاثة اربعة الاول الثاني الثالث الرابع هو هيعرف انه اصابع يده خمسة وخمسة وخمسة عشرة هي ضمها مدر ايش في لعبة كده ضميناها عشرة فكيناها خمسة مدر ايش صح؟ زي فتاحي يا ورده التي لا يمكن ان تختلف على مدى خمسين عاما فتاحي يا ورده العودة الاول يمين اللي بعده اطول من الاول هذا فوق وهذا تحت بقعد تعلم الطفل الاماكن عالعمر اربع سنوات حيصير جاهز في المدرسة واذا دخل الروضة ودخل خلاص هو يعرف هذه الاشياء كلها ما يحتاج على طول حيمشي فيها حيتساعده في التركيز حتى في الكتاب لما نقرأ لانه خلاص مهارات هو يمتلكها ونحنا ساعدناه في امتلاكها من لعبة مستطيل برتقالي ولا مثلث ازرق يعرف فرق الاشكال ويعرف فرق الوانها ويعرف فرق استخداماتها طيب فنحنا قاعدين نجهزه للمدرسة من مجرد لعبة حتى نحنا ما بدلنا مجهود كبير اوكي وزدنا حصيلة اللغوية برضو وزدنا من تركيزه وانتباهه على الانشطة لفترات اطول فالليج يقول لي انا طفلي ما عنده تركيز حسن تركيز طفلك بلعبة ألعب معه طيب التدريب العاطفي انت هادي مبسوط مرتاح سعيد متشوق حزين اوصف مشاعر ابنك لما تشوف عليه مشاعر معينة هو ايش راح يتعلم من هذا انه يربط مشاعره بالكلمات اللي انت قاعد تقولها فراح يتعلم اني لما انا مبسوط اقول انا مبسوط ولما أنا زعلان يقول أنا زعلان ولما أنا سعيد يقول أنا سعيد لما هو سعيد يقول أنا سعيد لما أنت تقول له أنا شايفك أنت سعيد الآن ومبسوط فهو ربطها بالمشاعر طيب أنت لما أنت كبير تجي تعبان وتقول له أنا زعلان اليوم صارت لمشكلة في العمل راح يفهمك يحس فيك لأنك هذا شيء أنت علمته هو قبل قبل كم يوم قاعد يتلعوه مع بعض وقلت له أنا حزين أو أنت الآن حزين فأهدى شوية خلينا نعرف نحل المشكلة على الرأيك حزين وهدوء وروغان ثلاثة مشاعر في موقف معين علمنا أن الحزن يحتاج إلى هدوء وروغان عشان تنحل المشكلة صح؟ طيب لما هو هدى أقول أنت الآن هادي الآن نعرف نفكر بشكل جيد والآن نعرف نحل المشكلة فهو ربط أنه لما نكون زعلان ما راح أقدر أحيل المشكلة لما نكون مشاعري متأججة ما راح أفكر بشكل واضح ما راح أقدر أحيل المشكلة إذا لازم أهدى فحيصير ديدا ومن كل ما صارت مشكلة أنا لازم أهدى أنا الآن حزين أنا الآن زعلان أنا الآن غضبان متوتر محبط لازم أهدى عشان أعرف أفكر عشان أعرف إذا الهدوء ضد التوتر مثلا حصيلة كلمات ومشاعر ونحن ترى عندنا مشكلة في المشاعر نحن كشعب سعودي ما نعرف نعبر عن مشاعرنا حقيقة ما نعرف نعبر عن مشاعرنا بشكل جيد ما عندنا حتى حصيلة كلمات ومشاعر زي هذه ولو أنا سألتكم مثلا إيش الفرق بين هادي ومرتاح ما هنقدر أو كثير مننا ما هيقدر يطلع الفرق الدقيق سووا يعرف أنه أنا هادي وأنا الآن مرتاح أنا الآن مروّق طيب إيش الفرق متى تكون هادي ومتى مرتاح ومتى مروّق فعندنا نحن كشعب سعودي مشكلة في فهم مشاعرنا وبالتالي انعكس هذا على على أبنائنا ما نقدر نفرق متى أنا محبط ومتى أكون زعلان لما نتهزم فريقي أزعل ولا أحبط أحبط طيب عمرنا قلنا لأبنائنا نحن محبطين عشان الفريقي اللي نشجعه يتهزم فاقدوا الشيء أصلا لا يعطي فلذلك نحن نحتاج كوالدين أن نتعلم مشاعرنا ونتعلم كيف نعبر عنها ثم نعلمها أبنائنا ثم نعلمها أبنائنا وإذا تعلمها قريت وهذه صح هذه كلها رأي سفيد منها الطفل يزيد الصلة والرواض بينكما ويعلم الطفل كيفية البوح عن مشاعره ومشاركتها مع الآخرين لما يكون مبسوط يقول أنا مبسوط وهذا طبعا متى يبانى متى تبانى المشكلة بشكل واضح للأطفال يعني طفل عنده مشكلة من عمر سنتين ثلاث سنين متى تظهر هذه المشكلة كده بشكل واضح؟ لما نختلط مع الناس صغالبين لما نختلط والمدرسة أكثر شيء المدرسة حتى لو اختلط مع الناس من بره ما نهتم لها لكن لما نتعارض هذا الأمر مع تحصيل التعليم في الغالب الوالدين يفوقوا لأن المعلمة قالت أن الطفل ما هو راضي أو ابنتك ما هي صالحة للمدرسة كيف ما هي صالحة للمدرسة؟ مشكلة كبيرة الآن لأن كلها تظهر هناك نحن لو مسكناهم من بدري وبدأنا نعلم ما هي الأشياء من بدري من عمر سنتين وثلاثة وأربعة كثير من المشاكل اللي ستظهر على سن الدراسة ستختلف اللعبة الإيجابي والجماعي لما نلعب طفلك مع أخوته وأصدقائي فإنها فرصة لتعليم مهارات المشاركة الجماعية انتظر الدور أصبر نعم وأنا عندي سبسة فقط لبطل أبسة بشكل مجراء في بعض المشاركة والجميع كانت على المقاطع وينه محظة هذا الشيء ومعجمه تزعل من إيش؟ أنه أنه أخوي أفضل منه وهي أعرف الشيء ودرجة أنه على حظة مثلين في الواقب الرياضيات تروح عندها تقول لأفو يأخذني عملكي شيء فأخذت يعني هم صارت شلون مع التحاول تروح تقول لي الله أنت تعرف حل راضيات كم إش سؤالك يعني كيف أخليها يعني ماذا كيف أخليها تصبر أو كيف أخليها ما تحبطه تتعرف مثلا أن في فرقات يعني مو أطلت من العلامة أكبر منها حلو كم عمرها وكم عمره الولد قدر ست سنوات ومديرها ثمانية ثمانية طيب سمعت سؤالها أعيد سؤالها طفل عمره طفلة كبيرة ثمانية سنوات والطفل اللي أصغر منها ست سنوات الطفل مهاراته ذكاؤه أكبر من عمره ما شاء الله تبارك الله الله يصلحهم ويحفظهم الاثنين وجميع أبناءنا وهي الطفل الآن بدأت تتكل على أخوها لأنه جاها قناعة أنه يعرف أكثر منها وأنه هو يفهم أكثر منها وأنه هو يحل أكثر منها فلما تجيها مسألة في الرياضيات أو في أي مادة مثلا تروح له تقول له يلا سويها أنت تعرف في أحد عنده أي فكرة طيب ممكن أن صار عنده نوع من الاتفكانية عليه نعم كهروب بالأداء بعض الواجبات فتعطيه من بعد أنه أنت أفضل مني كهروب من هذا الواجب طيب خليني أوقف هنا وأعتقد أنه هذا السؤال يحتاج إلى يعني أخذ عاطة شوية خليني نأجل إلى آخر نخلص من العرض وبعدين نتكلم ممكن ألا أسر المهيدي نتطور على معفية ممكن طيب عشان كذا خلينا بس نخلص العرض عشان لازم نلتزم بالوقت وبعدين نناقش هذا الأمر أوكي هو سؤال جيد بالمناسبة يعني طيب اللعب الجماعي انتظار الدور الصبر مشاركة الآخرين شكراً ومن فضلك ولو سمحت وأنت ذكي وأنت رائع وعملك رائع وجهدك رائع وتسديدتك الكورة في المنطقة الفلانية كانت جيدة حتى يتعلم كيف يمدح الآخرين وبالتالي ما راح يزعل أو يتعلم أنه ما راح يزعل مع الوقت إذا ما نجح هو لأنه هو قاعد يمتدح الآخرين ويشجعهم عشان ينجحهم فتخيلوا نحن لو كنا عايشين في مجتمع لا يحارف فيه الناجح بل كل واحد يشجع الثاني على النجاح كيف حصير مجتمعنا حباقرة يعني يظهروا جيد الله انظر ماذا فعل صداقك هل يمكنك قول شيء لتشكره أو لتشجعه لتمدحه هذه أشياء سامية يا جماع أنا أتوقع أو سمعتها من أكثر من شخص الفرق بين الشرق والغرب من فروقات المجتمعات الشرقية والغربية الله مدلمين واحد كتب تغريدة يوما ما واحد من العلماء لا يحضرني الآن لكنه كتب هو راح عاش في الغرب في دولة ما مدري فين ثم نجح فعالم العربي بيحتفل بنجاحه عالم عربي مسلم كذا إلى آخر يقال ترى نحن ما احنا نقصين يد ورجل هما زينا بالضبط لكن هما يساعدوا الفاشل إليه ننجح ونحن نحارب الناجح إليه نفشل هذا الفرق وأنا متأكد إنه كثير مننا مر بمثل هذه المواقف لكن أنا أحزن لما نعرف إنه زي هذه المواقف نقدر نعلمها لأبناء أنا وننشئ جيل كامل بفكر مختلف بفكر راقي بأشياء بسيطة من لعب من عمره خمس سنوات وست سنوات وسبع سنوات قول لي صاحبك كلمة حلوة شكرا لك بدل ما أضربه وأنا أحسن منك وأفعل وأترب والشد دائما إحساس الشد والعدائية مع الآخرين هذي اللي ما أدري كيف نحنا تعلمناه بصراحة ودائما الغريب عدو ودائما إيش اللي قاعد يصير بيننا؟ أعتقد نحتاج إننا نغير كثير من المفاهيم اللي نحنا قاعدين ننشأ بيها بشكل مختلف شجع طفلك على حل المشكلات باستقلالية لما هو قاعد يلعبه وصار مشكلة مثلا ما فاز أو ما عرف حل مرحلة من المراحل يلا وريني شطارتك شجعك حل سوي حاول أفعل أترك طب جرّم طريقة أخرى أنا قاعد أنا متأكد إنك إنت ذكي وراح تسويها مو إنت تتدخل وإنت تحلها لأنك لو إدخلت وحلتها راح يصير إيش؟ إتكالي إتكالي صح؟ أنا أفعله عنك وبعدين إذا إنت تتبقى تسويها طب إنت ليس جاي تلعب معايا وأنا ليش بالعب الآن؟ إيش فايدتي أنا؟ طب ما أنا فايدة خلاص إنت حلها إذا أنا ما أنا كفع حتى لحل أي مشكلة ومع ذلك كل ما صارت مشكلة بابا يلا تعال سويها ماما تعالي ساعديني وكثير من أطفال إتكاليين أو الخادمة هي اللي تسويله هي اللي تلبسه هي اللي تشيله هي اللي تحطه هي اللي تفعله تأكله بينما فيها أشياء كثيرة نحن نقدم نعلم أطفالنا أنهم يسووا حلوا مشكلاتهم بنفسهم رتب سريرك هذه هي المشكلة لأنه مشكلة السريرة المضعتر بتسبب أزمة في البيوت لكن الشغالة هي اللي تسويها خلاص نحن مبسوطين بس ابني ما تعلم يحل مشكلة تسبب أزمة في البيوت وهي أنه السرير مو مرتب فلازم هو يتعلم يرتب سريره بنفسه حتى لو عندي شغالة الشغالة ما يحقتك انت الشغالة للبيت انت هذا سريرك رتب سريرك هذه جزمتك الله عزكم حطها في الدرج في المكان المناسب هذه لعبتك خلصت ألعابك هذا صندوق الألعاب حطها في صندوق الألعاب فنعلمهم الاستقلالية وبالتالي حيتعلم لما انتصر له مشكلة أنه يحاول يحلها بنفسه حتى قبل ما يلجأ لك وهذه حاجة كويسة نحن بنربي أبنائنا من ولادتهم يعني انتوا لاحظوا هذه الطفل هو في بطنهم يكون مربوط بأم بيش حبل سري صح؟ أول ما يتولد ايش يسوي للحبل ده؟ ايش معنى هذا؟ بدأت الاستقلالية في حياتك من هذه اللحظة بعدين يرضى بعدين ايش؟ يفطم مرحلة ثانية كان اشي أمه تشيله من مكان لمكان بدأ يقلب بدأ يحبي بدأ يمشي استقلالية ثم نحن بعدين نصنع أبنائنا نخليهم معوقين وهم من اليوم اللي يتولدوا فيه قاعدين يتعلموا الاستقلالية لا تلبس أنا ألبسك خادمة تجيب له موية مدري مين يفعل له يلبس له الجزمة يشيل له طب كيف؟ قاعدين ينزلهم وهم المفروض انهم يطلق على عمر 16 و 17 و 18 راح يصير فين؟ طبعا هو دخل المدرسة وخلاص هذا فصلة بعدين بعد المدرسة جامعة وهذه فصلة أكبر وفي الجامعة ممكن يكون في الرياض ممكن يكون في جيزان ما جاء له قبول الله في جيزان في الحدود الشمالية وهذه فصلة أكبر طبعا إذا ما دربته من صوره على أنه يكون مستقل متى يستقل؟ متى يستقل؟ كوننا نخليه متكل علينا وعلى خادمة وعلى غيره وكذا نحن قاعدين نصنع إنسان معوق بهذا الشكل طيب؟ فنبن نقترح عليه أن يقوم بجزء من العمل مثلا إذا ما كان يقدر يسوي العمل كله خلاص أنت سوي هذا الجزء وأنا سوي هذا الجزء ثم نلتقي وبعدين أرعى الطفل اهتمامك أعتقد أننا أشبعنا هذه المسألة لكن انتبه لهذه نصف ساعة من اللعب مع الطفل يوميا كافية للراحة باقي اليوم ما تكفي نصف ساعة مشاركة مع العمل بدون أي مشاركات نصف ساعة قيمة فيها جودة يا سلام عليك نصف ساعة فقط يوميا أو شبه يومي يعني ثلاثة أربعة مرات في الأسبوع أنا أجلس مع الطفل لي نصف ساعة بس كافية لتعليم كل المهارات هذه التي تكلمنا عنها وأنا تعبان وأنا مدريش وعندي ماجستير ولازم أكمل الرسالة حقتي وعندي كذا وبكرة المدير يطلب مني مدريه وأنا مدير وبكرة رايح أقابل الوزير والشغلات هذه كلها بس فضي نفسك نص ساعة تلسع ألعب معها شوية واسيبه حتى لو لعبت معها أنت لو تلعب معها يوميا لأنه أنت مو دائما مشغول صح؟ حتى لو مو دائما مشغولها لكن لو اليوم نص ساعة أسبوع نص ساعة بعدين أنا مشغولة اليوم خلاص هو راح يتفهم بكرة ألعب معك بكرة نلعب طيب ونعلم كل هذه المهارات عشان ننشئ جيل صالح في المجتمع أنا نفسي أخذ بريك صح؟ أنا لاحظ أن تخفف التوتر في الخلال اليوم فأنا أرتاح وهو يرتاح وبعدين يخفف التوتر في البيت وحتى لما نلعب مع أخوانه وأخواته يصيروا أقل حدة في المضاربات والاختلافات نص ساعة بس ما رأيكم؟ مستاهلة ولا مستاهلة؟ استاهل أكيد والباقيين معارضين يعني طيب عشان لا يسوي أشياء تجبرك إنك تعطيه انتباه على الشيئ اللي تكلمنا عنها في البداية إنك إنت لو ما انتبهت قال له هيسوي أشياء تجبرك إنك تنتبه له ودائما على الشيئ اللي هو يخترعها هتكون فيها مشكلة بالنسبة لك لأنك هتنتبه له وإنت معصب وإنت مقهور وإنت وإنت وجميل جداً لو يكون اللعب هذا مثلاً أنت تتفق معه شوف الساعة خمسة كل يوم أو كل يومين نلعب من خمسة إلى خمسة ونص خلاص هو ويفهم هذا الأمر من خمسة إلى خمسة ونص وبعض الأطفال يكون حرك بزيادة ويحب الإنبسط عليك ما يبقى تروح ولما انتروحش يزعل صح؟ لكن أنت مبدري يقول له يومياً من الساعة خمسة إلى الساعة خمسة ونص أنا ألعب معك أو من الساعة سبعة إلى سبعة ونص أو اللي يكون كل طفل اللي حاله؟ مو لازم كل طفل اللي حاله بس أنت تكتشف أنه بعض الأطفال الصغار غير الكبار فهذو يحتاجوا اهتمام أكثر من هؤلاء يعني هاد مشكلة أطفال طفل عيوة إنهم ما يملون من اللعب شكراً لك بس هل أطفال عادوين من اللعب؟ أصلاً الطفل هو شغله هو شغله اللعب هو هذا شغله يعني فنحنا نلعب معه نص ساعة طيب خلينا نقول أنه هذه اللعبة مثلاً كرة قدم وهم بيلعبوا كرة قدم أنا راح ألعب معكم من الساعة خمسة إلى الساعة خمسة ونص وأصلاً مدة اللعب كلها ساعة من خمسة إلى ستة فعندما تجي الساعة خمسة ونص أنا راح أسحب وإنتوا تكملوا إلى ستة وبعدين انتهي وقت اللعب لأنه في مهام أخرى في مذاكرة في جدولة في نادي في نشاط في إلى آخرين طيب وهذه قصة ثانية لكن نرجع وراء لما نلعب مع طفلي وأقوله أني راح ألعب معك نص ساعة وبعدين أعرف أنه لما انتهت النص ساعة هو زعل كيف تفاد هذا الأمر؟ أنا جوزت وقتي بخمس دقائق أحتاج إني أسرع شوية لما نكون باقي على نهاية وقتي معه عشرة دقائق أقوله باقي عشرة دقائق تنبيه تنبيه يعني بعدين أقوله باقي لي خمس دقائق وينتهي وقتي معاك بعدين أقوله باقي لي دقيقتين وانتهى وقت لعبي الآن دقيقة شكرا لك وانسحب اشكره وانصرف وقل له كلمة حلوة أنا استمتعت أني أنا ألعب معاك بكرة فيه ليش تزعل؟ بكرة موجودين وتجي بكرة وتلعب معاه بعد بكرة ما راح أكون موجود ما راح أقدر ألعب معاك لكن بعد بعد بكرة هني لعب مع بعض صح؟ خلاص هو يصير عارف أنه راح يلعب معاك يوما ما حتى لما انتمشي ما عنده مشكلة وحتى لو انت مشيت وهو ما شبع هيعرف انه هيجي بكرة بس هو راح يكمل طيب دايما الآباء يواجهوا مشكلة انه انتهى وقت اللعب ما يبي يخرج من اللعبة لسه شوية كمان شوية كمان نص ساعة طيب انتهى وقت الفرجة مثلا التلفزيون لسه لسه كمان ماما خمس دقائق كمان ماما عشر دقائق ولما تجبروا تسك التلفزيون يصرخ وينفجر نستخدم نفس الاستراتيجية باقي لك على وقت الفرجة ربع ساعة عشرة دقائق خمسة دقائق دقيقتين دقيقة انتهى الوقت في الغالب هو راح يقفل وخلاص انتهى الوقت لانه يعرف انه انتهى الوقت انت قاعد تنمي عنده حس الوقت واحترام الوقت تعلم الدقائق اربط بين الفترة اللي هو ليعب بيها لانه بعض الاطفال انسى نفسه يقول والله دوبي دخلت خمس دقائق ما كملت وهو قاعد ساعة ونص صح لكن لما نعلمه هذا حس الوقت ايبا يربط بعنين يتعلم كيف احترم الوقت وبعدين نقول له شكرا لك انك سمعت الكلام وبعدين نقدر نستخدم هذا في مكان اخر لما نتسوي شيء كويس هيا راح ازودك خمسة دقائق في اللعب راح ألعب معاك زيادة خمسة دقائق راح يقدر هذا هذا لما ناخد ان شاء الله في المكافآت طيب وبكده انتهينا اليوم من مهارات اللعب مهارة اللعب مع الاطفال هذه مقاطع في طائرات ورقية تفتح ليوتيوب اكتب طائرات ورقية مقطع مثلا مدة خمس دقائق في انواع الطائرات طائرة الخفاش وطائرة الحربية وطائرة اللي ترميها ترجع لك تاني ألعاب ورقية لا تنتهي انا اقدر اجلس مع طفلي وقعد ألعب معا لف الورقة اطبقها من هنا سويها من هنا احطها من هنا علمت مهارات يدوية فكرية وبعدين نرمي الطيارة وهي ورقة تسوي كده ما ادري اذا اقدر اشكل لكم هي والله تكون حلوة بصراحة شوف شوف الطائرة هاي المقطع مدة اربع دقائق يعني انا لو جلست مع ولدي هذه الاربع دقائق حتاخذ لنا مثلا نص ساعة الى ساعي لين ما نسويها وبعدين قعدني لعبيها نص ساعة ثانية قديش صار في حميمية ومهارات وصبر لان الورقة تتكسر وتنكب عليها موية ونجيب ورقة جديدة كنز يا جماعة كنز من ال صح؟ شكرا اليوم حضوركم توجنا بصراحة فنتمنى ان شاء الله اننا نستمر بهذا الحضور الرائع الجميل ونشوفكم السبت الجاي كده نحن رسميا خلصنا المحاضرة لكن نرجع لسؤال الاخت اذا في احد حاب ينصرف يقدر ينصرف اذا في احد يجلس ونناقش شوية لسؤال الاخت ما في مشكلة طيب؟ الله عافية نرجع لسؤالك ايش كان سؤالك؟ السؤال من الفترة ايوة نعم نعم افتكرته ايوة طيب ناخد اراء كده من الحضور اذا في احد عنده فكرة يقدر يساعد ام ايوة 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 كيف ايوة 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 الصعوبة ابدأ انا افكك معها الصعوبة يعني ما اخليها تلجأ للطفل الاصغر كويس هي تقول ان بس ابعيد كلامي ان اذا انا اعرف انه هذه بنتي عندها نقص في بعض المهارات فانا اركز عليها بشكل مستقل بعيدا عن الاخ الاصغر واجيبها عندي لوحدنا ونبدأ نفكك معها المشكلة اللي هي ما هي عارفتها ونبسطها بخطوات معينة ونعرف مكانها الصعوبة واشرحها لها عشان هي تستوعب احسن مما انها تروح للاخ الصغير الادهد حساسين جدا ايوه انا الاحظه كثير من قراءات الادهد حساسين جدا عندهم حساسية لكثير مواقف يعني ممكن يطلع عصبي ممكن يبكي ممكن ينهار صحيح اذا ما عارفه او اخفق الادهد حساسين جدا الادهد حساسين جدا لو كان انها كانت على افتراض ان ابنته ايدهد وانا ما ابنته ليش طيب كل الأطفال عندهم قدرة من الذكاء سواء كانوا A-DHD أو مو A-DHD بس في فروق فردية زي ما تفضل دي هذا بكيف أقول أنه أقبل هي مو مستوعبة يقول أنا أكبر من المطلب أنا لا يعرف أيوه كيف يعرف هو أكثر مني طيب أنت لما نهيه تسعلك إيش تقولي له صراحة أحتار ما أعرف ما أعرف ش أقول له طيب أنا أكبر منه المفروض أنا أعرف كيف هو يعرف أحسن مني لو ابنكم يوجه لكم هذا السؤال إيش تجاوبوا عليه أو ابنتكم أو في أيادي بصراحة واحدة واحدة تفضلي أقنعها أنه هي مثلا شاطرة منجرات ثانية مختلفة عنه هو ذكي شيء ثانية لسا ما أعرف هذا الأشياء هذا واحد من الخيارات بداية ثانية أتأكد هل قدرات الطفل هل هي قدرات طبيعية وبنتي هل هي أيضا طبيعية أو متأخرة عن أقرانها والذي في مثل عمرها طيب بعدما أحدد هذا الشيء هنا أنتقل مثلا طيب أكتشفنا مثلا أنه قدرات طبيعية أنه نفترض أن الطفل عنده قدرات رياضية مثلا أعلى منها أشرح لها أنه الناس مختلفون في فروق فردية أبسط له هذه المعلومة ممكن أن أنت لغويا أقوى منه هو رياضيا أقوى ممكن جميع المهارات ممكن تكون حتى قوية في مهارة الرياضيات بالتدريب طيب يعني هذا نفس رأي الأخت اللي قالت أنه أشرح لها مواطن أخرى هي فيها قوية أحسن منه طيب في حالة أنه عندها نفس يعني مهارات ذهنية مثلا متأثرة أنا أميها عندها بالتدريب حلو الرياضية وغالبا الـ ADHD أنا ما أدري هي البنت أو الولد الـ ADHD تقول الولد هو الـ ADHD وفي الرياضيات قوي الحمد لله سبحان الله على ند غالبا يعني العكس الـ ADHD يكونون الرياضيات متأثري فيها لأن تحتاج تركيز أطول يعني لكن الحمد لله هذه نعمة نسمع نسمع رأي آخر لو نحطينا من نفس الموقف يعني مرات أولادنا بتفوقوا علينا بشغلات فمرات عادي نلجأ لهم يعملوا معنا ما في مشكلة حتى لو أشطر مننا عادي اللجوء لأصغر منها عادي ما في مشكلة مرات إحنا منرفض نلجأ لهم لأنه بيكون واجب علينا فإحنا منعمله لو نحطينا من نفس الموقف وكيف يشوفونا كيف نتصرف توقع يعني بتقبل أوكي جميل مرات أشتر مننا بالكمبيوتر مثلا صحيح صحيح جميل صحيح أنا هات شغلي صحيح نعم من اللي كان يتكلم هنا كيف أفضل منك بأيش بالضب أيوة وتواجه المشكلة نفسها أيوة يعني أنا عندي بنتي كانت عندها مشكلة في جدول الضرب وهي في رابع ابتدائي فات مع تطور المادة صار يعني يدخلوا في الضرب بزيادة ولا قدرت تحفظ جدول الضرب حاولنا لصقنا جدول الضرب في كل مكان على الثلاجة وفي السيارة رفضت تحفظ جدول الضرب في يوم من أيام جتها انهياري يعني في البيت درجاتها يعني.. كانت سيئة اوكي فبدأنا دخلنا مقاطع في اليوتيوب واجحنا المشكلة وشفنا طرق كيف نحل جدول الضرب ولقاءنا طريقة جدا سهلة بحل جدول الضرب وفجأة يوم من أيام جتني أخذت كامل جدول الضرب قلت قلت أنت حليتي جدول الضرب بالطريقة يعني أحنا واجحنا المشكلة نفسها يعني حلينا جدول الضرب يعني بالطريقة هذه اللي لقائناها في اليوتيوب وقعدنا نحلي يعني أحسن من مجرد الحفظ يعني يعني أحسن من أنها تقول مثلاً حلو واجهين مشكلة نفسها أحسن منها بإيش بالضبط واجهين نفس المشكلة بإيش أنا بصراحة يعني ما أعتقد أنه عندي شيء يقوله أكثر من اللي سمعناه الآن بس من الأشياء اللي عجبتني إلا من هي تقولك هو أحسن مني أحسن منك في إيش؟ هذا سؤال يوجه لها تريد أن يعرف أكثر يعرف إيش؟ لا يعرف حدد يعرف إيش؟ يعرف رياضيات أكثر؟ لما نسأله سؤال هو يجاوب أسنع وين تكون فتح؟ طيب يعرف إيش مرة ثانية ما علينا فيه نرجع للبنت نفسها يعرف أكثر إيش؟ مثلاً بالرياضيات؟ طيب حتى في الرياضيات فيه له جمع وطرح وضرب وقسمة وكسور يعرف هو إيش؟ طيب أنا ليش؟ ليش أسأل هذه الأسئلة للبنت؟ أبغاها تعرف أبغاها تفكر أنه التعميم اللي هي معممته أنه هو أحسن مني مو صحيح وليس بالضرورة هتلقطها من أول مرة ترى لأنها الآن وصلت لمرحلة يقين أنه هو أحسن مني خلاص أنا ما أعرف لكن في كل مرة تسأليها زي هذه الأسئلة هتبدأ هي تفكر أنه لا فيه أشياء أنا أحسن منه أنا أطول منه مثلاً هو أكثر مني طيب ندور على أشياء إيجابية بحيث أنها تزيد فيها ثقتها بنفسها ندور على أشياء هي فعلاً تعرفها بشكل أحسن منه مثلاً هي تطبخ مكرونة وهو ما يعرف تطبخ وهي 8 سنين تعالي لحط الأندومي في بوايا وتغلي وصارت مكرونة وهو ما يعرف إذن أنت تعرف شيء هو ما يعرف شيء هذا يزيد ثقتها بنفسها وزي ما يعرفت الأندومي والمكرونة هتعرف الرياضيات تقريباً يعني من الكلام اللي قالوا الجميل بعض الأوقات الوالدين يمدح الطفل عن طفل يعني مثلاً عند أهل أهل الزوج أو أهل الزوج يولدي ذاكي لا هذا يلقطها بسرعة هذا أفهم مهما كان ترى الطفل الثاني يفهم بعدو لا يعرف إنك إنت أقصده ممتاز يعني أنا أشوف عندي بناتي الكبار كده أحس بينهم مع أن الحمد لله ما نقولها في فرقات بينهم لكن تطلع بعض الأحيان لا هي تفهمني أنتم تهتمون نحن ما نهتم ولا شيء لكن الطفل ترى يفهم ويحس حيلو فبعض الأحيان كلمة تطلع توجع قلبها بدون ما تحسها إذن أنا لما أمدح واحد أمدح الثاني المفروض ولا لا تمدح لا لازم تمدح ولا مدحم كلهم مدحم كلهم ابحث عن حاجة إيجابية زي ما قلنا قبل شوية هذا أنا بلاحظة حتى من يومني صغير بشوف الحريم الكبار يمدحون عيالهم أنا بشوف بسمع مثلا ولا لا أولدي هذا أفهم هذا أولدي بيصير الدكتور لأنه ذكي والثانية أنا بذكره والله وأنا صغير الثاني تحس فيه ها جيد في واحدة أو مدري مين ذكر لو أنا كنت مكانه كيف بأشعر هذه نقطة جيدة لأن الطفل عنده حاسيسه مشاعر فأنت كأم وأب أو أنت كأب لما تكون مكان طفلك ويصير هذا الموقف إيش راح يكون إحساسك وأنا متأكد كلنا هنا كآباء صار لنا مواقف ونحن أسخار فما نحاول إننا ما نعيد ما نعيد ما نعيد المواقف حاليا جميلة اللي ذكرتها في البداية لما ذكرت في مسأة يعني الرضا باختلاف القدرات يعني معرفة مستويات الذكاء هذا أمر مطلوب يعني بمعنى أن هذه البنت ترى أنت مستويات ذكائك في هذا العمر ترى أنت طبيعية ما أنت نقصانة أصلا فحنا لازم نشعرها بأنك أنت أصلا طبيعية فكون واحد زايد ليس معناها أنه أفضل مني نعم يعني هذه الخصائص النمو ومعرفة مراحلها تحل كثير من الأزمات أحسنت فكرة رائعة بصراحة دقيقة بأجيك أتوقع أنه الكلام هذا يعني الأطفال ما يفهمونه كثير اللي هو قالوا أيوه أنه أنت هذا قدراته وهذا قدرات أوقات ما يفهمونه أني عندي نفس المشكلة مع أولادي والدي الكبير مهاراته أقل هو الـ ADHD والدي الصغير الثاني ما شاء الله يعني سابق عمره بكثير فتعجزت فهمه أنه لا في فرق في القدرات أنه لا أنت لكن أنا أشي أسوي عشان يعني ما أخلي تركيزي على أخوه الصغير أحاول أني أوجه أسئلة مباشرة يكون هو فيها مهاراته أعلى أعزي استقتف نفسه أو أكبح جماح الولد الصغير أنه لا السؤال موجه لأخوك الموقف هذا لا أنا أبوه أخوك هو اللي يبادر يسوي لي يحل المشكلة أوكي يعني أعزل للصغير لأنه مليون في المية هو رح يجاوب وأوقات يكون مندفع فلا أهدي أقول له أعطي أخوك الكبير مثلا فرصة أو أني لما أنا بذاكر للأخ الكبير أأخذه في مكان مستقل أو أشغل الكبير شوفوا هذه الأشياء ترى ما فيها صح و خطأ طيب لأنه لو لو نحنا جلسنا لكل شخص يعني نحنا في العيادة مثلا كطبيب نفسي عشان أحل مشكلة طفل أخذ تفاصيل حياته طيب فما في شيء واضح أو ليس بالضرورة اللي أنا أطبق وهنا راح نطبق على أو اللي نطبق على هذا الطفل راح نطبق على الطفل الثاني كل طفل الحالة مستقلة بذاتها فأنا مطلوب منك أب أني أجرب هذه وهذه وهذه الآن شفتوا كيف سمعنا كم تجربة يمكن ستة تجارب على نفس السؤال وكل واحد جربها بشكل مختلف أنا الآن قاعد أسمع منكم وكل تجربة أنا راح أجربها وأشوفش اللي ينفع فيها مع أبني وأسويه ليس بالضرورة اللي هذه أو الثانية أو الثالثة إلين ما ألقي الشيء المناسب وأسويه مع طفلي ما فيها مسألة ما فيها صح وخطأ التدريب دائما يوصل للكمال وأنا أتقبل الطفل كما هم أعطأ الأطفال كونك أنت ما فهمت هذه ما في مشكلة راح تفهميها بكرة نعيدها تاني بعد شوية نعيدها بطريقة مختلفة ندخل ندور نعلمها كيف تحل المشكلة ندخل يوتيوب نكتب مشكلة حل المسألة الرياضية اللي هو عرف يحلها وهي ما عرف تحلها ونطلع فكرة جديدة ونسويها كل الطرق مفتوحة طالما أننا بنعزز ثقة الطفل طالما أننا ما نحطم الطفل ما نقوله أنت ما تفهم أنت فيك أنت يخطيك طالما أنه فيه يعني استخدام أساليب للوصول للحل وأساليب معرفية إذا نحن ما نشوف الطريق الصحيح ما فيها شيء صح أم خطأ أوكي؟ آخر مداخلة ما شاء الله إذا جاء مثلا من بكرة إذا جاء مثلا من بكرة بكرة الأحد من أمس تصيح بعد بكرة المدرسة بعد بكرة المدرسة ما أحب المدرسة ما أبغى تفتعل جميع أنواع المشاكل أبو أعزز عندها شوية دافعية ما قدرت عندها قلق وتوتر يعني مضاعف طيب هذه حالة خاصة خلينا نقول تحتاج إلى جلسة كده خالص شكل فربي وبالكلام اللي دوشي أنا جلت وكان موجهة للأباء يعني تعطينا بس على كلام الأخ لما بره كلامها جميل بس كان موجه للأباء ومعرفة يعني خصائص أنهم ومعرفة كل مرحلة إيش يناسبها فهذه نقطة خاصة للأباء بعدين بالأسلوب اللي حنا نناسبنا حنا نطبقها نتعامل فيها مع الأبناء يعني بمعنى نحاول مثل زي ما تفضلت ننقلها إلى منطقة أخرى مثل أنت طويلة الآن وهو قصيد هذه قدرات الله عز وجل وهابة ما نقدر نغيرها لكن مثلا في قدرات أخرى أنت خاصة فيها غير خاصة فيها بهذه البساطة يعني ممكن نغير شيء من مفهوم القدرات له نعم شكرا لكم بصراحة أفكار نقاشات إثراعة حتى أنا أتعلم منكم طيب حتى أنا أتعلم منكم ومن تجاربكم وأكيد أنكم قاعدين نتعلمون من بعض وهذا الغرض الرئيسي أنه ليش نحنا هنا اليوم أصرينا على الحضور بدل من أن يكون عن بعد أو من هذا القبيل إن شاء الله نلتقيكم الأسبوع القادم في نفس الوقت وفي نفس اليوم ومع مهارة جديدة